مرحباً أنا جون بيفير وأنا أتشرف بالحديث إليكم في الحادي والثلاثين من مايو 2010 كلمني الله وقال بني أخلصت في تقديم الخدمة إلى المتحدثين بالإنجليزية أريدك الآن أن توصل ما أعطيتك إياه إلى أيدي الرعاة والقادة في جميع أنحاء العالم ولم أفهم قصده إلا حين بدأنا هذه الخدمة واستطعنا أن نقدم أكثر من عشرة ملايين مورد إلى رعاة وقادة مثلكم حول العالم بلغاتهم والهدف من هذه الموارد هو أن نفعل ما أوصان به يسوع وهو أن نذهب إلى العالم أجمع ونتلمذ جميع الأمم ونعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصان الرب به أنا أعرف شعور القادة وأقدر عملكم والجهد الذي تبذلونه والوقت الذي تقدمونه وأعرف استماتتكم في العمل من أجل كلمة الله لذا أريد أن أشجعكم أن تفعلوا هذا ألقوا نظرة على ما أخذتموه وادرسوه لمنفعتكم ثم سترون أن هناك ما يسمى بـ cloudlibrary.org يمكنكم الدخول على cloud library وتحميل كل شيء مجاناً بلغتكم ونريدكم أن تفعلوا هذا اجمعوا من تقودونهم سواء كانوا شعب كنيستكم أو دارس الكتاب واجعلوهم يدخلون على cloudlibrary.org ويحملون كلهم هذه الموارد ثم ألقوا نظرة عليها معاً كمجموعة إذا بنينا كنائس قوية سنغير مجتمعاتنا إن بنينا كنائس قوية فلن تهلك شعوب مجتمعاتنا هلاكاً أبدياً مات يسوع من أجل خطايا العالم كله ويتضمن هذا مجتمعك أيضاً تذكر فكر في طرق مبدعة لعمل دراسات مثل الشهادة حين ينتهون من جزء دراسي أعطيهم شهادة قل لهم إنهم تخرجوا من هذا المنهاج وساعدهم ليقدروا أن ينمو في معرفة الله اخلق فيهم جوعاً للنمو في معرفة الله لأنه إن تغير تأثيرهم على من حولهم سيتغير مجتمعك بشكل أسرع نحبكم جداً في ميسنجر انترناشنال تمتع بالموارد مرحباً بكم في حياة دافعها الأبدية هذه الدراسة ستكون مذهلة لأن الروح القدس يملأها ولأنها مليئة بكلمة الله الأبدية أؤمن أنه كما تأثرت تأثيراً غيرني للأبد لقد أثر هذا الكتاب في حياتي أكثر من أي كتاب كتبته نفس الشيء سيحدث معك ما هي أهمية الحديث عن الأمور الأبدية سأقول لكم الآن مكتوب أن الأحكام والمكافآت الأبدية عقيدة ابتدائية قدمها المسيح درستم في التعليم الابتدائي القراءة والكتابة والجمع والطرح هل تبنون تعليمكم الثانوي دون أن تعرفوا القراءة والكتابة والجمع والطرح يبني المسيحيون حياتهم المسيحية هكذا دون أن يفهموا المكافآت والأحكام الأبدية إذن كيف نعد لهذا الأمر؟ حتى أنا صرخت قائلا يا رب كيف أشارك هذا مع الناس؟ فقال لي قصة قصة وهكذا أتت قصة من أكثر من ثمانين صفحة تدعى أفبل من المهم جدا أن تقرأها أو تسمعها والأمر الآخر المهم هو أن تقرأ هذا الكتاب قدمت لكم ست محاضرات فقط والمحاضرة ثلاثون دقيقة بينما هذا هو أطول كتاب كتبته استغرق أربعمائة ساعة هناك أمور كثيرة في هذا الكتاب سوف تغير حياتك بشكل شخصي وبطريقة لم تختبرها من قبل دعونا نبدأ هذه الدراسة دعونا نبدأ في تعلم هذه الحقيقة المغيرة للحياة الحياة التي دافعها الأبدية مرحبا بكم في دراسة حياة دافعها الأبدية أنا متحمس جدا معنا أصدقاء من كندا ومن هونغ كونغ ومن أرجاء كولورادو لنتحدث عن هذا الموضوع المهم للغاية حياة دافعها الأبدية عندما تحدث الله إلي وقال لي أن أكتب هذا الكتاب وأغلبكم يعرف أنني كتبت تسعة عشر كتابا إلى الآن لم يؤثر في أي كتاب مثل حياة دافعها الأبدية أقول هذا لأنه كتب منذ عشر سنوات نحتفل بعيده العاشر لم يصلنا من قبل مثل هذا العدد من اختبارات التغيير بسبب دراسة واحدة لماذا نتحدث عن الأبدية؟ لماذا نستثمر فيها الوقت؟ بعضكم يقول لدي الكثير لأفعله كل يوم حين يكون لديك رؤية أبدية يكون الوضع هكذا في سفرياتي ألتقي بأناس كثيرين مؤمنين يكون لديهم رؤية لثمانين أو تسعين عاما عندما تكون رؤيتك لثمانين أو تسعين عاما ستتخذ قراراتك بشكل مختلف سترى الأمور بشكل مختلف لن تتحمل أمورا من الضروري أن تتحملها إن كان لك رؤية أبدية لذلك لا يجب كمؤمنين أن نرى حياتنا كثمانين أو تسعين عاما بل برؤية أبدية إذن لنتحدث عن الأبدية حياة دافعها الأبدية أيوب أصح 36 عدد 26 آية مذهلة لا يستطيع أحد أن يفهم الأبدية كنت أتأمل في هذا الأمر وقلت لأفتح القواميس وأرى إن لم يكن هناك من يستطيع أن يفهم الأبدية إذن ماذا تقول القواميس عن الأبدية؟ فتحت عدة قواميس وهذا ما وجدته في قاموسين مشهورين جدا الأول قال زمنا لا نهائي وقال القاموس الثاني حالة كون الأمر خارج نطاق الزمن فقلت كيف لم يحقق أحد في هذا الأمر؟ هل تتخيل أن يقول أحد كتب العلوم السمكة كائن فقاري يعيش خارج الماء ويقول آخر السمكة كائن فقاري يعيش في الماء ستقول دعونا نبحث في الأمر وسنلقي بأحد الكتابين صحيح؟ لماذا لا تفعل ذلك في هذا الأمر؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يفهم الأبدية دعوني أثبت لكم هذا فكروا في شيء لا نهاية له لا تستطيع أذهاننا أن تستوعب الأمور اللانهائية أين توجد نهاية الكون؟ هل يوجد سور هناك؟ وهذا السور مصنوع من ماذا؟ هل الناحية الأخرى من السور هي نهاية الكون؟ حسناً إذن ألا يوجد فضاء في نهاية الأخرى؟ إذن هل هذه هي نهاية الكون؟ لا يمكنك أن تفكر في نهاية الكون حاول أن تفكر في الله بعقلك حاول أن تفكر فيه لا بداية؟ لم يخلق؟ بلا أب ولا أم ولا بداية؟ يقول مزمور تسعين اثنين منذ الأزل إلى الأبد أنت الله كيف يمكن أن نفهم هذا؟ لا يمكننا أن ندخله في أذهاننا لكن هذا رائع ما لا تستطيع أذهاننا أن تدركه وضعه الله في قلوبنا لأن جامعة 3-11 يقول إن الله قد وضع الأبدية في قلوبنا هذا أمر مذهل لذلك يقول الكتاب في مزمور 14-1 يقول الأحمق في قلبه الله غير موجود لم يقل في عقله اسمعوني جيداً هناك ملحدون يؤمنون في أعماق قلوبهم بأن الله موجود أنا وليزة لدينا صديق ولكنه مضى ليكون مع الرب لكن منذ سنوات كان من أعظم الجراحين في أكلهوما وكان ملحداً صامداً جداً في الواقع عندما كان الناس يحاولون أن يبشروا كان يقب أناجيلهم ويدوسها شعر بأعراض مخيفة وكطبيب عرف أن هناك مشكلة فعاد إلى بلدته وطلب من أصدقائه الأطباء أن يكشفوا عليه ففتحوا جسمه ثم أغلقوه في الحال وقالوا له أمامك 24 ساعة فقط في الحياة وحكى قائلاً على السرير في تلك الليلة قلت سأمضي إلى بيت لن يكون جيداً أليس هذا مذهلاً؟ مات مرتين في تلك الليلة ولن أدخل في تفاصيل اختباره عن الذهاب إلى الجحيم ولكنهم أنعشوه مرتين وأتى واحد من أصدقائه الأطباء وصلى معه في اليوم التالي ليقبل يسوع المسيح رباً وسيداً ومخلصاً وقال هل تقبله شافياً؟ فقال آه بالطبع وخرج من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع وعاش سنوات يشهد عن الرب في جميع أنحاء العالم إذن الأحمق هو الذي يقول في قلبه الله غير موجود لأنه ينكر ما وضعه الله في قلبه لا يوجد عذر سأشرح هذا في المحاضرة التالية لنضع تعريفاً للأبدية وأفضل طريقة أعرفها هي أن نقرأ التعريف من الكتاب مباشرة هذا تطلب ساعات من التأمل والصلاة الأبدية وضع مستمر لا نهاية له لكنها ليست مجرد وقت لا ينتهي لأنها ليست خاضعة للزمن بل الزمن هو الذي يخضع لها إن تحدثنا عنها كوقت لا ينتهي وحسب نفقد الصورة الكاملة لكي نرى الأبدية أفضل ننظر إلى الله الله غير محدود في قوته وطهره ومعرفته وحكمته وفهمه على سبيل المثال للحصر وهو قائم بذاته إنه موجود منذ الأزل وسيبقى إلها إلى الأبد قيل عنه في إشعياء الصح 9 وعدد 6 إنه الأب الأبدي وفي ترجمة أخرى أب الأبدية وقيل عنه في تيمثاوس الأولى 1-17 إنه ملك الدهور كل ما هو أبدي موجود فيه الأبدية نفسها موجودة فيه كل ما هو خارجه مؤقت وسيتغير مهما كان يبدو صالحا أو أصيلا أو قويا أو ثابتا سيتوقف في النهاية أما الكلام الذي يقوله الله فهو أبدي لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يكسر كلامه لذلك فما يقوله لا يمكن أن يتغير أبدا وإلا فلن يكون الله أبديا والآن فكر كل ما يخص الله أبدي بما فيه أحكامه يصعب علينا أن نفهم هذا في مجتمعنا اليوم في زمن تتغير فيه الأحكام والقوانين طوال الوقت خلال الأسبوعين الماضيين كنت أتصفح الإنترنت هناك رجل عمره 52 عاما يعرف نفسه على أنه فتاة عمره 6 سنوات يرتدي فستانا وله خصلتين ولديه عروسة وتخلى عن زوجته وأولاده ويعيش مع أناس نربونه يحب أن يقود جراره كفتاة صغيرة حسنا سؤالي هو لماذا لا يقول أحد شيئا عن هذا الأمر لماذا نقوم بلقاءات تلفزيونية ماذا سيحدث بعد 20 سنة من الآن سيصبح فتاة عمرها 26 وماذا عن المجتمع رأيت تسجيلا آخر مؤخرا قام بلقاء تلفزيوني كبير عنه رجل عرف نفسه على أنه كلب رأيته وهو يفتح علبة طعام الكلاب ويفرغها في طبق ويجلس على يديه ورجليه ويأكل رأيت دراسة رائعة أقيمت في جامعة واشنطن قام رجل بلقاء طلبة قائلا ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين فقالوا هذا جميل هذا رائع ثم ذهب إلى شخص آخر وقال له ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين وطولي 195 سنتمتر ونصف فقالوا أنت رجل لطيف هذا جيد ثم قال لأخرى ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين وطولي 195 ونصف وإنني امرأة فقالت هذا جيد أنا الآن أفكر منذ عشرين عاما كنا سنقول بقلب مليء بالشفقة أنت تحتاج مساعدة لذلك الرجل الذي يرتدي ثوبا ويتصرفك طفلة لكن اليوم نحن لا نحتمل الأحكام والمعايير ولكن الأمر ليس هكذا مع الله الله أزلي أبدي لذلك كلمته لا تتغير اليوم الكثيرون لا يبنون حياتهم على ما هو أبدي لذلك فالسؤال هو ماذا سنفعل عندما نقف أمامه في الدينونة ستقول ما هذا يا جون هل هناك حقا يوم دينونة ألم تخترع هوليوود هذا الأمر لتخيف الناس لا هناك بالفعل يوم محدد سيحاسب فيه الله في يسوع المسيح كل العالم تحدثت الكنيسة الأولى كثيرا عن هذا الأمر انظروا إلى أعمال الرسل 17 الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا عن خطياهم ويرجعوا إليه لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات ستقول الحديث عن يوم الدينونة أمر مخيف حسنا دعوني أريكم ما يفعله الرسول بولوس هنا إنه الآن يبشر رجلا يدعى فيليكس وزوجته دروسيلا وهذا ليس مجرد رجل عادي إنه والي إنه شخص مهم وقد كانت قاعة المحكمة مليئة بالأشخاص المهمين انظر كيف وعظه بولوس تذكر إنه غير مخلص بينما كان بولوس يتحدث عن البر تذكر أنه كان يكلم الوالي عن البر وضبط النفس والدينونة الآتية خاف فيليكس وهو الوالي وقال لبولوس انصرف الآن وحين تتاح لي فرصة سأستدعيك لقد أخافه اسمعوا هناك خوف غير صحي وخوف صحي أتذكر عندما كنت في المدرسة الابتدائية أخذنا محاضرة على يومين عن المخدرات تحدثوا عن تأثير مخدر الـ LSD والهيروين وأدخل هذا خوفا صحيا في داخلي كنت ولدا غير مؤمن محبا للحفلات في جمعية الشباب لكن لم أقترب إلى المخدرات بسبب الخوف الصحي وسوف تفهمون أن كلام الله معنا عن يوم الدينونة وحديث الكنيسة الأولى عن يوم الدينونة لا يسبب خوفا غير صحي بل خوفا صحيا ونحن نفتقل هذا اليوم نحن لا نتحدث عن هذا بما يكفي قولوا آمين حسنا الآن أريد أن أذهب إلى الآية الأساسية في درستنا الكتاب كله مؤسس على هذه الآية وهي في عبرانين 6 لهذا لنترك وراءنا التعاليم الابتدائية عن المسيح ولنتقدم على طريق الكمال فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن الدينونة الأبدية حسب كلام كاتب العبرانيين الدينونة الأبدية هي من التعاليم الابتدائية الآن ماذا تتعلمون في المدرسة الابتدائية؟ تحصل على كل عناصر البناء التي ستبني بها باقي تعليمك تتعلم القراءة والكتابة والجمع والطرح صحيح؟ هل تتخيل أن تبني الدراسة الثانوية أو الجامعية دون أن تعرف القراءة والكتابة والجمع والطرح؟ هذا مستحيل هل تعرف كم مسيحيا يحاول اليوم أن يبني حياة مسيحية صحية بدون تعليم يسوع المسيح الابتدائي؟ ألا وهو الدينونة الأبدية؟ إنه أساس بالنسبة لله لذلك سؤالي هو لماذا لا نتحدث عنه أكثر؟ إن كنت ترى أنني منفعل فأنا كذلك لأنني كنت أصلي وأطلب الله من أجل هذا الأمر لأسابيع وأريد أن أرى الكنيسة تعود لحال الكنيسة الأولى تحدثنا عن ذلك اليوم لأن الله قد وضع الأبدية في قلوبنا ووعظهم أيقظ هذا في الناس معي قولوا أمين هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org حسناً ما نراه هنا هو الدينونة الأبدية قولوا معي دينونة أبدية المشكلة هنا هي أن الناس عندما يسمعون كلمة دينونة يفكرون في الإدانة حسناً دعونا نمحي هذه المعلومة هنا والآن كلمة دينونة المذكورة هنا هي كلمة كريما باليونانية والتعريف الأساسي لكلمة كريما هو قرار سوف أتحدث عن هذا بإسهاب بالاستعانة ببعض القواميس التي درست منها قرار ناتج عن فحص أن تأخذ قراراً وتفصل بين الخير والشر هذا ما تعنيه هذه الكلمة وإن رجعنا إلى عبرانين ستة وقرأناه بهذا المعنى سيظهر بشكل مختلف أمامك إذن لنترك منقشة تعاليم المسيح الاتدائية وننتقل إلى الكمال فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن القرارات الأبدية والآن ماذا نفهم من هذا في ذلك اليوم المحدد عندما يدين يسوع المسيح البشر العالم سيتخذ قرارات سيقوم بفحص حياة كل واحد فينا سواء أكنت مخلصاً أم غير مخلص هناك دينونتين دينونة للمؤمن ودينونة لمن لم يقبل يسوع في تلك الدينونة سيقوم بعملية فحص لحياتنا ومن هذا الفحص سيتخذ قرارات وهل تعلمون المقصود من هذا الكلام إنها قرارات أبدية لن يحل بها أي تغيير لن يكون هناك أي مراجعات أو تغييرات أبداً بل سوف تستمر إلى الأبد هذا أمر مذهل قولوا أمين السؤال التالي الذي يجب أن نسأله هو ما هي معايير قراراته ألا تظنون أنه من الجيد أن نعرف هذا هل تعلمون أن يسوع قال لنا هذا انظر إلى ما قاله في يحنى 12 يقول يسوع من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به انظر إلى هذا الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير نحن نعرف الحكم من الآن لن تكون هناك أي إعلانات جديدة بل ما قد قاله نحن نعرف معايير عرش الدينونة لا أعرف عنكم لكن هذا يحمسني عندما يقول يسوع اليوم الأخير هذا تعبير مساوي في معناه ليوم الدينونة كما رأينا في أعمال أصح 17 ويؤكد يعقوب على هذا أيضا يؤكد على ما قاله يسوع عندما نقرأ العهد الجديد ونقرأه بعناية هل تعرف كيف يعرف العهد الجديد نفسه؟ بطريقتين الكلمة ونموس الحرية يعرف العهد الجديد نفسه بهذه الطريقة ماذا يقول يعقوب؟ تذكروا أنه يكتب إلى مؤمنين هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتدين أن تحاكموا هذه هي كلمة كرينو اليونانية بالنموس الذي يحرركم نموس الحرية إذن نعرف المعايير إذن لن تكون هناك مفاجآت لأنني يمكنني أن أرى يسوع يقول لكن أنا قلت كذا وكذا حين يقول الناس لكن يا يسوع يقول لكن أنا قلت كذا كلمة الله هي معيار الحكم هل تقولون أمين؟ كثيرون من المؤمنين وغير المؤمنين يسمحون بجهل لذلك اليوم المعين أن يقترب إليهم بدون فحص سأعطيكم مثالا على ما يحدث روحيا تعرفون أن القانون قد سمح بالماريجوانا هنا في كولورادو ويباع في صدليات كثيرة لنقول إن شخصا من كولورادو كان عليه أن يذهب فجأة إلى سنغفورة وكان متحمسا جدا لم يذهب إلى هناك من قبل لقد ذهبت إلى سنغفورة 12 مرة لذلك أعرف أنه من ينقل المقدرات إلى سنغفورة سيعاقب بالإعدام شنقا أو بأي طريقة أخرى فيقول ذلك الشخص الذي من كولورادو يجب أن أكون بعض الصدقات في سنغفورة فيملأ حقيبته بالماريجوانا التي اشتراها من إحدى سيدليات كولورادو ويسافر إلى سنغفورة ثم يقابل شخصا ويقول له أهلا تفضل شركني في هذا سيجعلك تشعر شعورا رائعا ثم فجأة يقبضون عليه ويلقونه في السجن فيقول ما الذي يحدث ويحضرونه ليمثل أمام القاد فيقول له إعدام فيقول الرجل ماذا انتظر انتظر ماذا تقصد بإعدام إعدام ما الذي فعلته أحضرت مخدرات إلى بلادنا حسنا وما الخطأ في ذلك فيقول هذا ضد القانون في بلادنا لكن هذا ليس ضد القانون في بلادي لا تهمني قوانين بلادك ما يهمني هو قوانيننا يجب أن تفهموا هذا هناك مملكة تدعى ملكوت السماوات لها قوانين خاصة ربما ليست مثل قوانيننا هنا هنا مثل كلرادو وسنغفورة مثل السماء هل فهمتم ما كنت أقصده في مثالنا؟ لذلك يجب أن تعرف ما هو الوضع الذي تريد أن تكون عليه في ذلك اليوم هل تريد أن تكون خائفا وجاهلا؟ أم تريد أن تعرف إلها محبا؟ إلها قدم حياته على الصليب من أجلنا هل تريد أن تعرف ما يقوله أم تكون جاهلا وخائفا؟ الاختيار لك عن نفسي أريد أن أعرف أريد أن أعرف لأن الله جعل من الممكن لنا أن نعرف ما يقوله هل تقولون أمين؟ إليكم العرض مستعدون؟ يمكننا أن نواجه هذا اليوم بثقة أمين في مكانها كيف عرفت هذا؟ لأنه قال لنا في نموس الحرية يقول يحنى بهذا تكملت المحبة فينا قولوا المحبة بهذا تكملت المحبة فينا تكملت هنا تعني تنضج حسنا بهذا تكملت تنضج المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين أحب هذا فنشبه المسيح في هذا العالم وتكون لنا ثقة بالله عندما يدين العالم هل تعلمون ما الذي فهمته من هذا؟ عندما تنضج محبة الله في حياتنا تعطينا ثقة في يوم الدين لكن لماذا؟ حسنا انظر إلى هذا يحنى الأولى اثنان خمسة يقول لكن من يطيع كلمة الله من حفظ كلمته بالكلية فحقا في هذا قد تكملت أو نضجت محبة الله إليكم الأمر نحن لا نعرف ما هي المحبة كنت أصلي مؤخرا وتكلم الروح القدس إلي وقال يبني الكثير من الناس في كنيستي يعرفون فقط الوصف العام للمحبة والآن دعوني أشرح لكم إن كان عندك طفل صغير لا يعرف الفرق بين الرجل والمرأة اليوم هناك أطفال كبار أيضا لا يفهمون هذا الفرق فتنظر إلى ذلك الطفل وتقول الرجل لديه ذراعان وساقان ولديه عينان الرجل لديه أنف وأذنان وشعر فيمكن أن يذهب إلى امرأة ويقول هذا رجل في حين أنها امرأة لم نخبر ذلك الطفل بالحقيقة الأساسية أعطيناه الحقيقة العامة نقول في الكنيسة المحبة ترفق حسنا محبة العالم ترفق المحبة تصبر وكذا محبة العالم لا تتفاخر ولا تنتفخ ومحبة العالم لا تتفاخر نكره المغرورين ولا نحب كبرياء الرياضيين نحن لا ندخل في الاختلاف الذي يفصل محبة العالم التي تسمى فيلو عن محبة الله يحن الأولى خمسة ثلاثة فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة تريدون أن تعرفوا لماذا ليست ثقيلة؟ لأن الله قد أعطانا نعمته وتلك النعمة تعطينا القدرة على طاعة وصاياه أليس هذا شيقا؟ أليس هذا شيقا؟ إذن المفتاح هو أن نعرف ما يريده الملك وأن أطيعه بقوة تلك النعمة أتعلمون؟ إن قدت بسرعة ثمانين ميلاً في منطقة سرعتها خمسة وستون سأشعر بأنني سأقابل شرطياً لكن إن كنت أقود بسرعة خمسة وستين ميلاً سأكون وثقاً لن أخاف من أن يقبض علي أو أن أدفع مخالفة أو شيء كهذا إذن هذا هو المفتاح أن نعرف ما يريده ولهذا السبب مهم جداً أن نقضي وقتاً مع كلمته هل تقولون آمين؟ آمين 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 ستعرفون من هذا أن هناك أكثر من دينونة سأتحدث عن اثنتين فقط هناك دينونة للعالم ودينونة للمؤمنين هل تعلمون أن هناك دينونة للملائكة وأن المؤمنين سيشتركون فيها؟ يتحدث الكتاب عن هذا الأمر بشكل خاص إذن يقول الرسول بولوس هكذا إذن أنا أركض كمتصابق لديه هدف وهكذا ألاكم لا كمن يسدد ضربات في الهواء بل أقص على جسدي وأخضعه لألا أصير أنا نفسي بعد أن بشرت الآخرين غير مؤهل تعلمون ما الذي يقصده بولوس في الأساس؟ يقول أنا أركض كمتصابق لديه هدف يقول أنا مدفوع بالأبدية في كلمة مدفوع دفع تعني سيّرى تعني أن يقود أو يرشد أو يمنح القوة المحفزة تذكر الأمر كله في كلمته إن كلمته أبدية السماء والأرض تزولان ولكن كلام لا يزول عندما نفهم كلمته ونتمسك بها جيدا نكون كمن يقود بسرعة ملائمة للطريق نكون وثقين في سلام سعداء مؤمنين لماذا؟ لأننا نعلم أن ملك الكون راض عنا لأننا نسير في طرقه هل تقولون أمين ما الذي يرشدكم ويحفز حياتكم على هذه الأرض؟ هل هي الأبدية؟ أم فكر ثقافتنا؟ هل هي آراؤنا؟ هل هو شيء مؤسس على حكمة إلهية؟ أم نقارن أنفسنا ببعضنا البعض؟ هل هو شيء مؤسس على التقاليد؟ هل مؤسس على الافتراضات؟ على الخرافات؟ هل ما بنينا حياتنا عليه سيثبت أمام عرش الدينونة؟ دعوني أقول لكل من يتابع لقد قلت لله يا رب كيف أوصل هذا الأمر لجيلي؟ فتحدث الرب معي بوضوح وقال افعل كما فعلت أنا قصة قصة وبتلك القصة وضح عرش الدينونة وهكذا أعطاني الله هذه القصة وهي قصة طويلة في كتاب حياة دفعها الأبدية اسمها أفابل وهي قصة قرئت واستمع إليها الناس وأنتجناها في هوليوود توضح تلك القصة عرش دينونة المسيح وعرش الدينونة الأبيض العظيم من المهم جدا أن تسمعوها قبل أن نبدأ المحاضرة التالية نراكم لاحقا تتحدث المحاضرة الأولى عن الأبدية أن تكون مدفوعا بالأبدية بهذا سنتخذ قرارات بطريقة مختلفة سنتحمل أمورا سنرى الأمور من منظور مختلف تماما سأوضح لكم يمكننا أن نواجه يسوع في يوم الدينونة بثقة كبيرة لأن محبة الله ناضجة فينا ما هي محبة الله؟ محبة الله ليست مجرد رفق وليست مجرد أن لا تتباهى بنفسك بل هي أن تحفظ وصياه لذلك الأمر المهم جدا هو كيف يمكننا أن نحفظ وصياه إن كنا لا نعلم ماذا تقول كلمته أشجعك كخطوة عملية بعد سماعك لهذه المحاضرة أن تقرأ الكتاب لكن لا تقرأه وحدك خذ معك الروح القدس إنه المعلم سوف ينير كلمة الله ويعلمك كيف يمكن أن تطبقها على حياتك هذا الأسبوع لأن ما تفعله الآن يحدد كيف استقضي الأبدية مرحبا بكم في المحاضرة الثانية ستكون المحاضرتان التاليتان قاسيتين سليت وفكرت كثيرا فيهما وأتمنى أن تنتهي دون أن أبكي وأن تسمعوا صوت قلب الله في تقديم هاتين المحاضرتين لقد سارعت مع هذه الرسالة خاصة عندما عندما كتبت قصة أفابل كنت أعاد طوال يوم الأحد ثلاثة أو أربع عذات في الساحل الشرقي وكنت عائدا إلى كولورادو كنت في الطائرة وكنت أكتب الجزء الذي يتحدث عن ذهابهم إلى أرض العزلة المهجورة وهي ما يشبه الجحيم هزتني جدا فوصلت في منتصف الليل ولم أستطع أن أنام عادة بعد أن أعد طوال اليوم ثم أسافر أنام خلال خمس عشرة ثانية ولكنني سهرت ساعات مرتعبا إذ أن هناك أناسا سوف يقضون أبديتهم في مكان أسوأ بكثير من العزلة ويسوع قال إنهم ليسوا أقلية بل الأغلبية ذاهبون أريد أن أريكم هذا يقول يسوع ادخلوا من الباب الضيق لأن الباب الذي يؤدي إلى الهلاك واسع والطريق إليه سهل وكثيرون يدخلونه كلمة كثيرون هنا في اليونانية عن الأغلبية أو معظم أما الباب الذي يؤدي إلى الحياة فضيق جدا والطريق إليه مليء بالصعوبات وقاللون فقط هم من يجدون هذا الطريق وأنا على السرير ولا أستطيع النوم منهكا ولكنني لا أستطيع النوم كنت أتذكر عندما كنت في جنوب أفريقيا وكنت أعظ في سجن طلبوا مني أن أعظ في سجن سري جدا هناك كل من فيه مسجونون مدى الحياة أتذكر عندما دخلت هناك اليأس المطلق وجوه أولئك الرجال لا أستطيع حتى أن أصفها يمكنك أن ترى اليأس يبرز من وجوههم قليلون مخلصون وضعهم مختلف كان هؤلاء يعرفون أنهم لن يخرجوا أذكر حين دخلت مكان نومهم كانت الواقيات معلقة والأسرة قريبة من بعضها هؤلاء لن يخرجوا من هنا أبدا ثم فكرت ربما يقولون سأخرج حين أموت لكن هذا ليس في الجحيم إنها أبدية إنها إلى الأبد ذكر يسوع هذا كثيرا ولم يكن يرى أن ذكرها يعتبر قسوة لقد ذكرها أكثر من السماء جيمس سي رايل من أعظم قساوسة إنجلترا وقد كان هذا في القرن التاسع عشر اسمع ماذا قال قال قل إن الحديث عن جهنم ذوق سيء إن أردت قل إن من المحبة أن نجعل الأمور مرضية ونتحدث بسلاسة ونهدئ الناس بأغاني عن السلام لينقذني الله من مفاهيم المحبة هذه مفهومي عن المحبة هو التحذير من الخطر وأعلان كل توجيهات الله إن لم أتحدث عن الجحيم علي أن أفهم أنني أخفيت شيئا مفيدا وهذا يعتبر اشتراكا في أعمال الشيطان إنه مكان حقيقي وليس رمزيا هناك أسماء عديدة للجحيم في الكتاب الهاوية هو اسمها المذكور في العهد القديم وفي العهد الجديد تدعى الجحيم وهناك الهاوية وجهنم وبحيرة النار أريد أن أقرأ لكم قصة حكاها لنا يسوع أريد أن أقرأها كلها وأن أشرحها يقول يسوع في لوقة كان فيما مضى رجل غني يحب أن يلبس ثياب الأرجوان والكتان الفاخر ويمتع نفسه بحياة الترف يسوع لا يبدأ الأمثال بالقول كان فيما مضى رجل إذن نحن نرى هنا بالفعل أن هذا ليس مثلا إنها قصة حقيقية وسأثبت لكم هذا وكان هناك رجل فقير اسمه لعازر لم يذكر اسما في مثل يتمدد عند بوابته وقد غطت القروح جسده أريد أن أراجع هنا لدينا فقير مغطا بالقروح متمدد عند بوابة رجل غني كان الغني يلبس الأرجوان وقتها كان من يلبس الأرجوان يعتبر غنيا جدا قول يسوع إنه يملك مالا ليست المشكلة بشر يسوع أغنى رجل في المجتمع كله وهو زكى لقد مكث في بيته المشكلة ليست الغنى المشكلة أن هناك فقيرا يتمدد عند بوابته كل يوم وهو يتجاهله هذه المشكلة وقد غطت القروح جسده وكم اجتهى أن يشبع من فتاة الطعام الساقط من مائدة الغني حتى إن الكلاب كانت تلحس قروحه فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم في معظم قصص وفاة المؤمنين من كان أحباؤهم معهم جاءت الملائكة لتصطحبهم صديقة عزيزة توفيت والدتها كانت أمها طريحة في الفراش وقد كانت في حالة سيئة كانت تحملق في الحائط وفجأة عادت إلى رشدها وقالت انظري هذين الرجلين كانت هذه زوجة نجم روك ان رول شهير قالت أي رجلين يا أمي فقالت هذان الرجلان الجميلان القادمان إلينا وتوفيت وأعرف خادما حكى لابنه أن ملاكين مزينين ظهر له في غرفته وقت وفاته هذا هو ما حدث مع الفقير يقول ثم مات الفقير فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا ودفن تذكروا سأريكم هذا كان هذا الغني يهوديا وتقول التقاليد اليهودية إنه إن دفنت إنسانا بجنازة رسمية فأنت تكرمه عشت حياة شريفة لذا نكرمك وأنت تترك هذه الأرض دفن الغني بجنازة رسمية ولعازر لا شيء للكمل فرفع الغني بصره وهو يتعذب في الهاوية والآن لاحظ معنى كلمة يتعذب في ترجمات أخرى تعني ألما مبرحا أو صراعا عنيفا أو معاناة أريدكم أن تفكروا في كلمة معاناة فرفع الغني بصره وهو يتعذب في الهاوية ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه كان حضن إبراهيم مكان انتظار يذهب إليه قديس العهد القديم إلى أن يأتي يسوع الحمل الذي بلا عيب الذي سيدخلهم تذكرون حين قام يسوع من الأموات خرج أناس من القبور وصاروا في المكان وظاروا للناس لأنه لم يكن قد ذهب إلى الآب ووضع دمه على كرسي الرحمة بعد فلم يعرف أين يذهبون لذلك مكثوا لأيام حتى وضع دمه على كرسي الرحمة فصرخ وقال يا أبي إبراهيم عرفنا أنه رجل يهودي لأنه قال يا أبي إبراهيم إن كان فلسطينيا أو من جنسية أخرى لم يكن ليقول يا أبي إبراهيم يا أبي إبراهيم أشفق علي وأرسل لعازر ليضع طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني فأنا متألم في هذه النار كلام غني الناس على حقيقتهم في الجحيم أدل يسوع ببيان قال يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم يكون الناس في جهنم ببشريتهم الكاملة فهم يفكرون بالمنطق ولديهم مشاعر ولديهم إرادة ولديهم ملامح جسدية فهو يتحدث عن إصبعه وعن لسانه الناس يظلون لديهم حواس هذا الرجل يستطيع أن يرى أبان إبراهيم ويستطيع أن يسمع صوته كما أنه يشعر بالألم ويريد بالفعل أن يبرد أحد لسانه قضى صديق له 23 دقيقة في الجحيم وهو رجل أعمال من كاليفورنيا كتب كتابا عن هذا قرأت فصلين منه فقط وانهرت تماما واكتفيت قال هذه الكلمات بالتحديد أول شيء لاحظته في جهنم ناهيك عن الرعب وعن الضعر هو أنني كنت عطشانا جدا أردت أن أشرب ولكن لم يكن هناك ما يرويني وقال في الجحيم تشعر وكأنه لا يوجد هواء وقال كنت أتنفس وكذا في الجحيم لأن الجو حار جدا والرائحة بشعة فقال إبراهيم يا ابني تذكر أنك أثناء حياتك على الأرض لتنصيبك من الخيرات وأن لعازرنا لنصيبه من الشدائد لكنه الآن يتعزى وأنت تتألم رأيتم كلمة تتألم رأيناها ثلاث مرات لنكمل وقد ثبتت هوة هذه الطريقة هي المبني للمجهول الإلهي إنها طريقة لإظهار عمل الله بدون ذكر اسمه وقد ثبتت هوة عظيمة بيننا وبينكم الله هو الذي صنع هذه الهوة سأشرح هذا حالا فحتى الذين يرغبون في العبور من هنا إليكم لا يستطيعون كما لا يستطيع أحد أن يعبر إلينا من هناك لنكمل فقال الغني إذن أرجوك يا أبي أن ترسل لعازر إلى أهلي فلي خمسة إخوة هناك دعه ينذرهم لكي لا يأتوا إلى مكان العذاب هذا لنتوقف هنا لاحظوا أن طبيعته لم تتغير فهو يطلب من إبراهيم أن يرسل لعازر ليبل طرف إصباعه ويبرد لسانه يرى لعازر خدما يطلب من إبراهيم أن يرسل لعازر لعائلته هذا أمر الناس لا يفهمونه الظلمة التي في حياة من ليس لديهم نعمة يسوع المخلصة تستمر معهم في الجحيم إن كنت شخصا مدمنا فبكل تأكيد سيصبح إدمانك شديدا في الجحيم ولن تجد ما يريحك المدمن يجد المخدرات على الأرض ومدمن الخمر يجد ما يريحه زجاجة خمر أو كأس ويسكي لكن المدمن لا يجد ما يريحه في الجحيم وتكون حواسه حادة وتصل إلى أقصى درجات الإدمان هذه من العذبات حسنا إذن هذا الرجل الغني طبيعته لم تتغير وهو يتوسل طالبا الرحمة يبدو أن هؤلاء الناس لا يقتنعون بأنهم لن يخرجوا من هناك أبدا يبدو أن لديهم أملا يأملون أن يجدوا طريقة للهروب وإن نظرت إلى ما قاله إبراهيم قال في حياتك ذكره بحياته ذلك الرجل طلب منه أن يرسل العازر إلى أهل بيته الناس يتذكرون في الجحيم وأعتقد أن هذا من أقصى العذابات سيتذكر الناس حين بشرهم شخص ما وحين سرخت الأبدية الموضوعة في قلوبهم هل هناك إله؟ لكنهم رفضوا أن يسألوا لأنهم لم يريدوا إلها أتتابعون؟ إذن لنكمل فقال له إبراهيم لديهم كتب موسى والأنبياء فليستمع إليهم فقال لا يكفي ذلك يا أبي إبراهيم لكن إذا ذهب إليهم واحد من الأموات فسيتوبون فقال له إبراهيم إن لم يستمعوا إلى موسى والأنبياء فلن يقتنعوا حتى ولو قام واحد من الموت ينقل لنا إبراهيم هنا حقيقة قوية كلمة الله ترسخ الإيمان الاختبارات الخريقة تساعد لكن ليست هي ما يرسخ الإيمان في الناس أعاده إبراهيم إلى الكلمة كلمة الله سمعتم البؤس يحب الصحبة؟ ليس في الجحيم لماذا طلب الرجل من إبراهيم أن يرسل لعازر لإخوته إن كان هناك صحبة في الجحيم كان سيريد أن يذهب إخوته إلى هناك لا صحبة في الجحيم كل من ذهبوا قالوا إن هناك شعوراً بالوحدة هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org كنت أنا وليزا جالسيني عند راعي كنيسة كبيرة منذ سنوات كنا نعرفه كان صالحاً لكنه لم يشاركنا بقصته من قبل قال تعرفاني أن أمي وأبي قد ربياني في الكنيسة لكن كنت أحضر الكنيسة ولكن لم تكن لي علاقة بيسوع يعيشون في مكان استوائي قال ذات يوم كنت أنا وأخي نلعب في موسم الأمطار ووقعنا في خندق بناء كان نصفه مملوءاً بالماء كان خندقاً عميقاً جداً كان أخي يعرف السباحة أما أنا فلم أكن أعرف السباحة فلم أستطع أن أخرج استطاع أخي أن يخرج من الخندق وجرى ليطلب المساعدة قال مدت لمدة ثلاثين دقيقة قال عندما تركت جسدي كنت أنزل إلى أسفل بسرعة وأنا أتحدث عن الأشخاص الذين أعرفهم شخصياً فقط لأنني لا أريد أن أسمع اختبار شخص غريب كانت حياة ذلك الرجل رائعة قال لي أنا كنت أقع وكان معدل سرعة وقوعي يزداد أكثر فأكثر وقال كان الظلام يبدو كأنه يزداد قال إن حرقت يدي لم أكن أراها كانت الظلمة شديدة وكأنني أرتديها وكلما نزلت ازداد الخوف لم أكن أعرف أن هناك خوفاً أعظم حتى نزلت أكثر قال ثم بدأت أسمع الصراخ وقال يا جون وليزا هناك صراخ مخيف وصراخ يجعل دمك يتجمد في عروقك هذا هو ما سمعته قال وعند المدخل إذا بمخلوق عليه قشور يقول في إشعياء الهاوية تهتز لاستقبالك بدأ ذلك المخلوق يسحبني وتحدث صوت وقال تركه وأجاب المخلوق لا هذا لي فقال الصوت تركه إنه لي قال عدت إلى الحياة ووجدت نفسي خارج جسدي أشاهد أطباء الطوارئ وهم يصعفونني وفجأة وجدت نفسي أدخل إلى جسدي مرة أخرى وعندما عدت إلى جسدي عضدت إصبع الطبيب قال المكان حقيقي جحيم حقيقي للهرب منه وسماء حقيقية لنربحها والآن هذا هو المكان المؤقت فقط تعرف أن هذه ليست الجحيم الأبدية يقول الكتاب في رؤية عشرين انظروا هنا ثم رأيت عرشا كبيرا أبيض العرش الكبير الأبيض يشير إلى دينونة الشخص الذي رفض أن يعطي حياته ليسوع المسيح ورأيت الجالس عليه السماء والأرض هربت من أمامه فلم يوجد لهما أثر ثم رأيت الموتى صغارا وكبارا يقفون أمام العرش وكانت هناك كتب مفتوحة ثم فتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وحكم على الموتى بحسب أعماله من مكتوبة في الكتب وسلم البحر الموتى الذين كانوا فيه وسلم الموت والهاوية الموتى الذين كانوا معهما وحكم على كل واحد حسب أعماله ثم ألقي الموت والهاوية إلى البحيرة المتقدة التي هي الموت الثاني الموت الثاني هو بحيرة النار الأبدية الدائمة لدينا صديق آخر لديه أربع جدود من الخدام جدته الكبيرة كانت تعيش في اليونان وقد تربت في عائلة كانت تعبد الأصنام ورأت رؤيا للجلجثة في عليتها لأنها كانت تبحث لتعرف الإله الحقيقي وقبل أن ترى الجلجثة رأت في عليتها محيطا من الناس ورأتهم يصرخون معذبين ويلعنون الله وقالت إن يدا بدأت تدفعها إلى تلك الهوة الكبيرة كما دعتها وسمعت صوتا هذا مكانك هذا مكانك ثم فجأة سمعت ذلك الصوت الساحر ورأت رؤيا ليسوع على الصليب ودمه يتساقط قالت فعلت هذا من أجلك نالت الخلاص وأنقذت بمجد من عائلتها التي سعت لقتلها بعد أن أصبحت مسيحية هذا في الكتاب الموت الثاني أمر خطير يعلم البعض بالخطأ أنه سينتهي يوما ما لكن الخبر هو أنه لن ينتهي أبدا رؤيا عشرين عشر يقول وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين انظر إلى الآية التالية في متى خمسة وعشرين وهكذا يذهب الأشرار إلى عقاب أبدي أما الأبرار فيذهبون إلى حياة أبدي أبادية تذكروا تذكروا الله إله من الأزل إلى الأبد يسوع نفسه يدعوه عقابا أبديا مرقص الصح 9 وعدد 48 قال يسوع هذه الكلمات حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ إن كان الدود لا يموت إذن فلديه ما يأكله هذا ما قالته لأمرأة ذهبت إلى الجحيم قالت يا جون كنت أنام والأنوار مضاءة وهي مؤمنة قالت إن يسوع أخذها وأراها الجحيم قالت كنت أنام والأنوار مضاءة لمدة شهرين بعدها وقالت ما كان مرعبا هو أن الناس كان جسمهم يحترق ثم كأنه ينمو من جديد ويكلهم الدود مرة أخرى وكانوا مملوئين بالقروح إنه مكان حقيقي جدا يجب أن تعرفوا أن الله لم يخلق الجحيم للبشر هذا ما ينبغي أن يصل إلى جميع الناس ما قرأت لكم عنه بحيرة النار أو الجحيم لم تخلق للبشر انظروا إلى ما يقوله يسوع يقول يسوع ابتعدوا عني أيها الملعنون واذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لقد أعدت الجحيم لإبليس لماذا؟ لأنه بدأ كملاك ثم وجد فيه إثم ولم يكن هناك من يغويه ليخطئ لقد عصى الله دون أن يغويه أحد لذلك خلق الله هذه له وللملائكة الذين سقطوا معه أيضا لكن عندما خلق الله الإنسان ووضعه على الأرض خدعت الحية حواء وعصى آدم الله ووضع نفسيهما فيه يدي سيد قاس جدا يدعى لوسفر وأعطى الله الأرض للإنسان وكان الإنسان ينتمي إلى الله لكنه عندما عصى أعطى نفسه للوسفر الذي دعي رئيس هذا العالم لهذا السبب يدعى أمير الظلام أتفهمون؟ وهكذا أعطى الله الأرض للإنسان وقال لا يمكنني أن آتي كإله وأنقذهم وإلا أكون قد كسرت كلمتي وبهذا لا أكون الله لأن الله لا يكسر كلمته أعرف أنني وضعت الأمر في كلمات بشرية لكن هذا هو الوضع قال الله لدي خطة سأحضر شخصا يكون إلها كاملا وإنسانا كاملا الإنسان هو الذي حول الناس إلى الشيطان فهو سيصنع طريقا للخلاص أتتابعون؟ لهذا قال يسوع هيا اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها يقول الناس دائما انتظر لحظة انتظر لحظة ماذا عن أولئك الذين لم يسمعوا عن الإنجيل أبدا أنا أسافر بلادا ولن تصدقوا كمية الرؤى التي يرى فيها الناس يسوع في ماليزيا وفي بعض تلك الدول الإسلامية لأنهم يصرخون من هو الإله الحقيقي والله يعلن ذاته معرفة الله قد وضعت فيهم لذلك فهم بلا عذر يقول الكتاب إنها طريقة لتحاول أن تهرب من تسليم حياتك ليسوع أتفهمون؟ لقد وضعت تلك المعرفة في كل إنسان لقد وضعت الأبدية في كل شخص يقول البعض أنت تخيفنا أريد أن أريكم جزءا كتابيا لا أسمع أحدا يعذو به انظروا إلى يهود 22 أظهروا رحمة للمتشككين وخلصوا آخرين مقتطفين إياهم من النار تعشينا أنا وليزا ذات ليلة مع نجم روك ان رول شهير وزوجته نال الخلاص عام 92 من أكبر نجوم الروك ان رول في السبعينات والثمانينات أذكر أننا قضينا معهما ثلاث ساعات وقال لي جون أنا لم أخلص بسبب محبة الله لا تسئ فهمي أنا أحب الله كثيرا منذ حصلت على الخلاص ولكنني لم أخلص بسبب محبة الله بل مخافته قال عدت من العرض وكنت مستلقيا على سريري وفجأة شعرت أنني سأذهب إلى الجحيم وبدأت أبحث وهكذا خلصت تذكرون حين قلت لكم عن المخدرات التي وضعت فيي خوفا صحيا هناك خوف صحي ربما لهذا علم يسوع عن الجحيم لأنه أراد أن يضع ذلك الخوف الصحي في داخل الناس بدل الجهل أتعرفون إحدى أشهر العذات في تاريخ أمتنا هي عذة جوناثان إدورد بعنوان خطاط في يد إله غاضب وعظ هذه العذة في الثامن من يوليو 1741 لقد كتب العذة وقرأها وعندما وصل إلى هذه الجملة أيها الخاطئ أفكر في الخطر المرعب الذي أنت فيه لأنه كان قد وصف الجحيم بطريقة رائعة بدأ نس يصرخون إلى الله تائبين لم ينهي عذته أبدا ثم بدأ ينسخ عذته هذه ويرسلها إلى كل مكان ويقال إنها كانت أحد الأسباب الأساسية للنهضة الكبيرة الأولى في أمريكا الله يعرف أن هناك خوف صحي ويسمح الله لهذا الخوف بأن يستمر طوال الأبدية سأقرأ لكم عن شيء سيصدمكم الشعياء 66 لأنه كما أن السماوات الله يتحدث عن السماوات والأرض الجديدة حسناً عندما يطاهر الأرض بالنار سينقل مدينة الله حرفياً إلى الأرض لن يكون هناك أناس بأجساد ممجدة فقط بل بأجساد عادية أيضاً هذا في الكتاب يمكنكم قراءته لكن خطة الله الأصلية لا يمكن لآدم وحواء أن يفشلها لقد خلقهم الله ليعيش للأبد أؤمن أن هناك أناس سيعيشون للأبد كما قصد لآدم وحواء أن يعيش للأبد لكن ستكون أجسادنا ممجدة كيف سنتفاعل؟ كما تفاعل يسوع مع التلاميذ أكل معهم لكنه كان يختفي ويرتفع في الهواء لكنه مع ذلك استطاع أن يتفاعل مع التلاميذ أليس كذلك؟ إذن يتحدث الله عن السماوات والأرض الجديدة لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي سأصنع ستدوم ومن شهر إلى شهر ومن سبت إلى سبت سيأتي كل البشر إلى المدينة ليسجدوا أمامي وسيخرجون ويرون جثثة الذين عاصوا علي فلنكمل فإن دودهم الذي أكلهم لن يموت ونارهم التي تحرقهم لن تطفأ وكل من يعبر عليهم سيراهم برعب كامل هل عندما أخطأ لوسفر بدون مجرب قال الله في رحمتي سأحتفظ بهذا كنوع من الخوف الصحي لهؤلاء البشر الذين على الأرض حتى عندما يرون نتيجة عسيان الله ويرتعبون منها يكون هذا راضعا لهم لكي لا يعصوا اللههم أيضا اسمعوا مني هذا أعتقد إن وعظنا عن هذا أكثر ستكون الكنيسة أكثر جدية وتوجها أنا أنظر إليك الآن وربما تكون جالسا تشاهد هذه المحاضرة وأنت خائف ومرتعب ومرتعد هناك خوف صحي وخوف غير صحي الله ليس غاضبا منك أو حانقا عليك إنه يحبك لدرجة أنه قدم حياته من أجلك حتى لا ينتهي بك الحال في ذلك الجحيم المرعب ربما تقول يجون كيف أنجو من يوم الدينونة الذي تحدثت عنه بأن تعطي حياتك بالكامل للرب والملك يسوع المسيح حين تعطي حياتك اليسوع أقصد بهذا أن تقول يسوع أنا كلي لك حياتي لك فما فعله في الجلجثة والدم الذي سفكه سيحسب لك وحين يفتح الكتاب الذي يحوي كل سقطاتك يقول يسوع دمي يكفر عن كل هذا أيها الآن ستغفر خطاياك وتكون ابنا لله وستقضي الأبدية معه وهو لم يغفر خطاياك فحسب ولكنه أعطاك طبيعته فلن تضطر أن تظل عبداً للخطيئة إن قلت يا جون أنا لم أعطي حياتي ليسوعك رب من قبل أريد أن أصلي معك الآن أريدك أن تنحني وتقول يا إلهي قل يا إلهي سامحني إذ عشت بطريقتي بعيداً عنك يا خالقي اليوم أنا أعطي روحي ونفسي وجسدي وكل ما في وما لدي لك يا يسوع شكراً لأنك أصبحت ربي وسيدي ومخلصي أشكرك لأنك حررتني من قوى الظلمة إلى ملكوتك أنا ابنك ولي طبيعتك غفرت خطايايا وسأقضي الأبدية معك باسم يسوع آمين لنشكر الله على ما فعله أراكم في المحاضرة التالية محاضرة مؤلمة أعرف لكنها جيدة أحياناً تكون الأمور الصعبة مفيدة فكر في الأمر لم تخلق الجحيم لأي واحد من البشر أبداً لقد خلقت بحسب ما جاء في بشارة متأسع خمسة وعشرين عدد واحد وأربعين لإبليس وملائكته الشيطان هو الذي يأخذ الناس إلى الجحيم لقد أتى يسوع ومات لكي لا يهلك أحد من الناس ولا يقضي أحد من الناس أبديته بجسد مشتعل بالنار والدود يأكل فيه أريدكم أن تحاولوا أن تفكروا في أسوأ حالة في العالم فكروا في أكثر السجون ظلمة وعمقاً تحت الأرض فكروا فيها لدقائق قليلة فقط الجحيم أسوأ من هذا بكثير ماذا يعني هذا للعالم من حولنا؟ لا تستخف بأمر الناس الضائعين من حولك اشعل قلوبهم شوقاً ليسمعوا الخبر الصار أن خلقهم قد أتى ليخلصهم وليس ليدينهم ولا ليرسلهم إلى ذلك المكان لقد أتى خالقنا ليخلصنا من الوضع الذي حكمنا نحن على أنفسنا به لا تستخف بالجحيم هذا أمر مهم لنا ولمن يمكننا أن نؤثر على حياتهم أيضاً مرحباً بكم في المحاضرة الثالثة من حياة دافعها الأبدية المحاضرة السابقة كانت قاسية جداً لكنني أفضل أن يكون لدي فهم وخوف صحي وأتجنب المشاكل إن كان شخص يمشي باتجاه جرف هل ستحاول أن تدرسه كيف يبتعد؟ إن عينه مغمى المنظر أجمل من هنا تعالى لا بل ستقول توقف وستقولها بالحاح وانفعال يقول الكتاب بوضوح في أعمال 4-12 وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نقلص وكم أحب هذا ينبغي أن نقلص آمين كثيراً من أسمع كيف يمكن لإله محب أن يرسل الناس إلى الجحيم ربما لم يسمع أبداً عن يسوع دعوني أقرأ هذا لكم منذ أن خلق العالم يستطيع الإنسان أن يفهم ويدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية وألوهيته لأن إدراكها ممكن من خلال الأشياء التي خلقها ولهذا فإن الناس بلا عذر ماذا عن هذا؟ حسناً لا يوجد عذر لأنه كما قلت في المحاضرة السابقة قابلت أناساً في ماليزيا في الشرق الأوسط كانوا يصرخون إلى الله وظهر يسوع لهم بالفعل هناك كنيسة أعظ فيها في إندونيسيا بها 140 ألف عضو منهم 70 ألف كانوا مسلمين ذهبت إلى تلك الكنيسة ثلاث مرات وقد سألت المسؤول عن الكنيسة كيف خلص فقال لي كنت مسلماً متعصباً أذهب إلى المسجد كل جمعة كان غنياً جداً جداً قال كنت في غرفة داخلية في منزلي أي غرفة ليس فيها شبابيك لأن المنزل كان كبيراً جداً لم يكن لتلك الغرفة مداخل ولا مخارج سوى الباب قال كنت أعمل وفجأة شعرت أن هناك شخصاً في الغرفة فرفعت عيني وإذا برجل بعباءة أرجوانية يفتح يديه ويقول انظر إلى يدي أنا يسوع واختفى أمام عيني قال بدأت أبحث وانلت الخلاص وهو الآن المسؤول عن تلك الكنيسة الضخمة لا يوجد عذر لأنه إن قال أي شخص إنه يريد بحق أن يعرف من هو الله سيظهر الله يسوع له آمين إليكم مجموعة الناس التي أريد أن أخاطبهم أنا أخاطب مختلف أنواع الناس الذين ستنتهي حياتهم في بحيرة النار لكني أخص بالكلام اليوم المخدوعين الذين يظنون أنهم سيذهبون للسماء ولكنهم لن يذهبوا للسماء في أواخر الثمانينات رأيت رؤية مزعجة مقلقة جداً كما تعرفون يتحدث الكتاب عن رؤى مختلفة هناك رؤى مفتوحة تراها وكأنك موجود فيها وهناك رؤى روحية أنا رأيت بكل وضوح بحراً كبيراً من الناس لا يمكن أن ترى آخره حرفياً لا يمكنك أن ترى آخر الناس أتوا إلى أبواب السماء كانت أبواب السماء خلفي ويسوع كنبيني وبين الأبواب كل أولئك الناس كانوا ينادونه يا رب وجميعهم يتوقعون أن يقول ادخل إلى ملكة الله فسمعت الصوت من خلفي ابعد عني أنا لا أعرفك وفي الرؤية جعلني الله أختبر الرعبة والحسرة على وجوههم الصدمة التي لا تصدق عندما سمعوا هذا ووضع الله شغفاً في قلبي ليس تجاه الضائعين في الشارع فقط بل تجاه الضائعين في الكنيسة أريد أن أريكم كلمات من فم يسوع قال هذا ليس كل من يقول لي لي هنا المقصود بها ليسوع هو الذي يتكلم هنا هذا ليس محمد ولا بوذا هذا يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكة السموات بل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء أريد أن أشير إلى أمر أولاً هؤلاء يدعونه يا رب ولاحظ أنه قالها مرتين عندما تكرر كلمة في الكتاب المقدس يكون هذا للتأكيد كما قال يسوع الحق الحق أقول لكم لو كنت موجوداً معه ستسمعه يقول الحق أقول لكم بانفعال وهي لا تعني التأكيد فقط بل أيضاً الحماس إن نظرت إلى سمويل الثاني تسعة عشر أربعة الملك داود كان يبكي بصوت عال آه يا بني أبشلوم يا بني يا بني مكتوبة مرتين ليس فقط للتأكيد لكن هناك انفعال لنكمل القراءة كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم الأخير يا رب يا رب هذا الانفعال ثانية ألم نتنبأ باسمك إذن هم مملؤون بالمشاعر ويؤمنون بتعاليم الكتاب وينادون بالإنجيل ألم نتنبأ باسمك ألم نطرد الأرواح الشريرة باسمك ألم نعمل عجائب كثيرة إذن فإنهم ضمن الخدام فلنراجع هذا إنهم يؤمنون بالإنجيل إنهم مملؤون بالمشاعر هل أنتم معي إنهم يتنبأون برسائل من الله كما أنهم يعملون في خدمة الله لكنهم سيسمعوني ابتعدوا عني انتظر لحظة يجعلنا هذا نشعر أنهم مؤمنون هذه الأربعة أمور لا تجعل الإنسان مؤمنا بالطبع لا يمكن أن تكون مؤمنا بدون هذه الأمور لكن وجودها فيك لا يجعلك مؤمنا أنا لا أضيف شيئا إلى هذا أنا أوضح فقط المكتوبة هنا حينئذ سأقول لهم بوضوح لم يسبق لي أن عرفتكم كلمة عرفتكم باليونانية جينيسكو أي لم أعرفكم معرفة الحميمة ابتعدوا عني يا فاعلي الشر تذكروا قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السبوات بل من يعمل المشيئة أبي المفتاح هو فاعلي كلمة الشر في اليونانية أنوميا أي لا تكون خاضعا لسلطان الله نحن لا نتحدث عن شخص يقع في القطية ويتوب قال يسوع وإذا أخطأ إليك أخوك سبعين مرة سبع مرات في يوم واحد وعاد إليك فسامحه لأنه يجب أن تغفر مثل أبيك السماوي إن أخطأت سبعين مرة سبع مرات في يوم واحد وتبت بصدق ما هي التوبة؟ أن تكون متأسفا لجرحك مشاعره يغفر لك إذن نحن لا نتحدث عن هؤلاء بل عن من يقولون لا بأس كلنا بشر أنا عندي مشاكلي أنا مخلص بالنعمة إن كنت هكذا أنت في خطر شديد هل تفهمونني؟ أنا لا أريد أي منكم أن يكون واحدا من هؤلاء لا أريد ذلك قال بولوس أني بريء من دمي الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشهورة الله قرأت هذه الآية في متمر الرعاة فجاء إلي راعا وكان غاضبا قال كيف تجرؤ وتحملنا أمور العهد القديم قلت حقا افتح كتابك على أعمال عشرين وكان معه كتابه فتح الكتاب قلت قرأ مقالها بولوس قال أني بريء من دمي الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشهورة الله ما يحدث هو أننا نبحث عن الآيات التي نحبها والتي تريحنا وتقول إن الله يحبنا نعم إنه يحبنا كثيرا لدرجة أنه مات لأجلنا لكن المشورة كاملة فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصياه ووصياه ليست ثقيلة واضح أن هؤلاء لم يحفظ وصياه مارسوا الشر كانوا يمرسونه كعادة كانوا يقولون أنا بخير لا بأس النعمة تكفي أنا جيد سفك الدم صليت صلاة الخاطئ تعرفون ماذا قال أحد أشهر الوعاظ؟ قال صلاة الخاطئ تسببت في هلاك الناس أكثر من كل حانات أمريكا لماذا؟ لأنها تمحو مخافة الرب من حياتهم قلت الصيغة فأنا بخير نحن نعيش في زمن خطير جدا وقد اخترعنا يسوع قال عنه بولوس يسوع مزيف يقول إن الناس يمكن أن يعيش في خطياهم ويشبهون العالم ولا يختلفون عنه ولا ينعزلون عنه وينعمون بالسماء هذه رحمة خاطئة وأنا أريد أن أفضحها لهذا أتحدث عن هذا الأمر قال بولوس لتيمثاوس واذكر أنه ستأتي علينا في أواخر الأيام أوقات عصيبة إنه يتحدث عن زمننا ويقول ستأتي أوقات عصيبة كيف يمكن أن تكون أوقاتنا أصعب إن قرأت بولوس قد ضرب بالعصي ثلاث مرات يضربون الناس بالعصي ليسحقوا عظامهم أذكر عندما كنت ألعب هوكي الجليد وقعت على عصاتي وصحقت ضلوعي ثم ذهبت لأعظة وكنت لستة أسابيع قلت متى سينتهي هذا قالوا سحقت عظامك وهذا يحتاج وقتا طويلا كانوا يضربون الناس بالعصي ليظلوا متألمين ضرب بولوس بالعصي ثلاث مرات وجولده تسعة وثلاثين جلدة كانوا وقتها يعلقونه على عمود جلدي حتى يتمدد ظهره جيدا وعندما تضربه أطراف الصياط تفتح جلده مثل السكين المسنن في الزبد تسعة وثلاثين جلدة خمس مرات ورجم أيضا ويقول لي إن أي أمانة نحن ستكون صعبة ثم يقول لماذا لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال غير شاكرين دانسين غير متسامحين ثم يستمر ويقول وهو هنا يتحدث عن هؤلاء الناس وأنا فقط أختصر الكلام يقول هذا عن هؤلاء يلبسون قناعا من التقوى رافضين أن تعمل قوتها الحقيقية في حياتهم بمعنى آخر يقولون النعمة تغطيني اسمعوا جيدا النعمة ليس فقط تحررنا من عقوبة الخطية ولكنها تحررنا من عبودية الخطية حسنا يجب أن نعلن هذا لكي يعرف الناس لأنه لا نعمة بدون إيمان ولا إيمان بدون معرفة إن لم يعرف الناس أن النعمة هي قوة الله التي تعطينا القدرة على العيش بالتقوى كيف يمكن أن يعيشوا بالتقوى نحن لا نخدم جيدا وهذا حق عدد ثمانية إنهم فاسدوا العقول وفاشلون في اتباع الإيمان لديهم إيمان لكنه فاشل أما الأشرار والمحتالون من المحتالون هم من أتحدث عنهم يعيشون في شخصية افتراضية سيزداهرون لاحظ أنهم سيزداهرون لهم جمهور كبير اجتماعا تلو الآخر يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق إذ يبدأون بخداع الآخرين فينتهي بهم الأمر إلى خداع أنفسهم سيتوقعون أن يسمعوا دخلوا لكنهم سيسمعون ابتعدوا أنا لا أريد لأي شخص لا أريد لأي شخص أن يكون ضمن هؤلاء أمين لهذا يقول يسوع ستعرفونهم من أعمالهم أتذكر عندما كان أولادي في المدرسة الابتدائية كانوا في مدارسة مسيحية قلت كيف تعرف إن كان زميلك مؤمناً؟ ليس بما يقوله بل كيف يعيش ستعرفونهم من أعمالهم هل لا أسمعتموني أمين؟ إذن لهذا يكمل يسوع ويقول هناك أساس عندما يتحدث عن هذا في مدرسة السبعة يقول هناك أساس هذا هو الأساس كل من يستمع إلى تعاليم هذه ويعمل بها أشبه برجل ذكي بنى بيته على الصخر ترون الصخر هو أساسه وكل من يستمع كلاهما يستمع إلى كلمات يسوع وكل من يستمع إلى كلام هذا ولا يعمل به الفرق الوحيد بين المجموعتين هو أن مجموعة تعمل بها والأخرى لا تعمل بها فهو أشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل وعندما تصدم العواصف منزلاً مبنياً على الرمل مهما كان جميلاً سيسقط لهذا نحن نحتاج أساساً صحياً في حياتنا أسمعوني آمين هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجاناً اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تليفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر ظهر cloudlibrary.org ما هو هذا الأساس؟ يقول لنا إشعياء 33-6 هو مصدر ثباتك يا صهيون ستنعمين بالخلاص والحكمة والمعرفة وتكون مخافة الله قول مخافة الله وتكون مخافة الله كنزكي ما يقوله لنا إشعياء النبي هنا هو أن الأساس الذي يجب أن يكون في حياتنا هو مخافة الرب التبجيلية دعوني أؤكد على هذا من الكلمات التي وعظ بها يسوع يقول يسوع فما من مخفي إلا وسيكشف وما من مستور إلا وسيعلن يتحدث يسوع الآن عن يوم الدينون ما هي تلك الأمور المخفية؟ الأفكار والنيات والدوافع الأعمال التي تظن لم يرها أحد إنها مخفية ولكنها ستعلن وما من مستور النيات والدوافع والأفكار إلا وسيعلن فكل ما تقولونه في الظلمة سيسمع في النور وكل ما همستم به في الآذان في الغرف المغلقة سيذاع من فوق سطوح البيوت في الدينون تعلمون ماذا كانت جملته التالية؟ أقول لكم يا أحبائي الجملة التالية بشرة أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا ما هو أكثر سأقول لكم ممن ينبغي أن تخافوا خافوا من ذلك الذي له السلطان أن يلقي في جهنم بعد أن يقتل نعم أقول لكم خافوا منه ما يقصد يسوع أن يقوله مخافة الرب تحمين من أن نصدق أنه يمكننا أن نخفي أمرا عن الله كيف يمكنكم أن تعرفوا درجة حرارة جسمكم؟ هناك الترمومتر يعرفكم درجة مخافة الله كم أمرا يمكن أن تخفوه عنه؟ لا يمكن أن أخفي عنه شيئا إذن لماذا تفكر هكذا؟ لماذا هذه الدوافع؟ لماذا تحاول أذية شخص؟ تقول ولكن دعني أقول لك ما حدث وأنت تعرف أن كل ما ستفعله هو إلحاق الأذبه أنت تظن أن الله لا يردى وفعك اسمعوا ماذا قال حسقيال ثمانية إثنى عشر حين أذن قال لي يا إنسان هل ترى ما يعمله شيوخ بني إسرائيل في الظلمة؟ يقولون إن الله لا يرانه يمكن أن تصل إلى مرحلة تظن فيها أنه يمكنك أن تخفي أمورا عن الله لأنك تنزله إلى مستواك مخافة الرب تبقيه في مكانه مرتفعا إنه الله كان إشعياء تقيا قال ويل للذين يسمون الشر خيرا والخير شرا ويل الأقوياء في شرب الخمر في إشعياء خمسة لكن في إشعياء ستة رأى الرب ولم يعد يقول ويل لمن يشربون الخمر بل ويل لي لأنه لأول مرة في حياته يدرك حقيقة الشخص الذي يقدمه ولأول مرة يدرك حالته أمام ذلك الإله القدوس لذلك فإن مخافة الله أمر صحي لأنها تجعلك تدرك دائما وجود الله معك وأنه الله وأنه طاهر وأنه قدوس نشكرك يا رب لأنك منحتنا القدرة لنعيش هكذا ونفكر هكذا بنعمتك لذلك أريد النعمة أنا مضمن النعمة اكتب هذا أدعوه جون بيفير مضمن نعمة أريد كل ما يمكن من نعمة الله لأنني أعرف أني لا أعيش بدونها لا أريد أن تغطي النعمة أعمال الخارجية أعرف أنها تبدأ هنا أريد دوافع صحيحة وأفكار صحيحة ونيات صحيحة وهذا سينتج أعمالا صحيحة هل لا أسمعتموني أمين أنا أعذو جيدا لا يمكن أن تفصل مخافة الله عن الدينونة أبدا الفهم الجيد لكرسي قضاء المسيح والفهم الجيد للعرش العظيم الأبيض وكذلك الفهم الجيد ليوم الدينونة يحفظ مخافة الله في حياتنا قال بولوس إذ ينبغي أن نقف جميعا أمام كرسي قضاء المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما فعله وهو في هذا الجسد خيرا كان أم شرا ولهذا بما أننا نعرف ما تعنيه مهابة الرب يقول بولوس نعرف مهابة الرب لذا نقنع الناس ما هي مخافة الرب؟ هل أقول هذا؟ أنا لو أؤمن أن مخافة الرب أن تكون خائفا كيف يمكن أن يكون لدينا علاقة حميمة مع الله وأن يكون أبونا إن كنا مرتعبين لو تذكرون عندما أخرج موسى إسرائيل من مصر ونزل الله من الجبل وعندما نزل كان رد فعليهم مثل أشعياء غير أن أشعياء كان تقيا لأنه تطهر هم لم يكونوا أتقياء لقد هربوا من الله وأحبط موسى جدا قال حررك الله وهو يريد أن يظهر ذاته إنه أبوك قال لقد أخرجتكم من مصر لأحذركم إلي وتهربون فقال موسى لا تخافوا لأن الله قد جاء ليمتحنكم كي تهابوه ولا تخطئوه أليس هذا شيقا؟ لا تخافوا جاء ليمتحنكم وما الامتحان؟ أن يرى إن كنتم تخافوه يبدو هذا تعارضا لكنه ليس تعارضا ما يفعله موسى هو أنه يفرق بين الخوف من الله ومخافة الرب ما الفرق؟ من يخاف من الله لديه ما يخفيه لماذا هرب آدم من محضر الله عندما عصاه؟ لأنه خاف من يخاف الله ليس لديه ما يخفيه إنه يخاف من الابتعاد عنه إن أردت التعريف الأول لمخافة الله فهو أن ترتعب من الابتعاد عنه من يخاف الله لا يقول كيف أقترب من الخطيئة دون أن أقع فيها من يخاف الله يقول أريد أن أبتعد عنها حتى لا أراها لأنني أريد أن أكون قريبا جدا منه إذن مخافة الرب هي أن نكرمه ونقدره ونجله ونحترمه أكثر من أي شيء وأي شخص هذا يعني أن نحب ما يحبه ونكره ما يكرهه دعوني أريكم شيئا ذات يوم كنت أصلي كان هذا في أواخر الثمانينات كنت أصلي ساعتين في اليوم كنت أستيقظ كل يوم في الخامسة صباحا وأخرج الأصلي حتى السابعة كل يوم رغم هذا كانت عذتي مجرد نقاط كانت بلا قوة فقلت يا رب لماذا لا توجد مسحة على حياتي قال لأنك تتساهل في القطية ليس فقط في حياتك بل في حياة الآخرين وقال اقرأ ما قلته اليسوع حين عينته ربا وملكا للكنيسة وللكون أيضا قال لأنك أحببت البر الآب يكلم يسوع هنا وقال توقف هنا كل مؤمن يحب البر ولكنه لم يقف هنا أحببت البر وكرهت الإثن لهذا مسحك الله إلهك أكثر من كل رفاقك قال أتريد مسحة أقوى تعلم أن تكره الإثم مثلي وسترى المسحة غير هذا حياتي للأبد غيرني بسبب هذا كان يحنى يعذب السلطان لم يكن يسوع يعذب مثل غيره بل بسلطان لماذا كان يكره الإثم قال إشعياء ويخرج قديب من جذع يسة ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب يقول في عبرانين خمسة وسمعت صلاته بسبب تقواه هناك من يصلون ولكن هل يسمع لهم؟ هذا ما يجب أن نعرفه لكي تسمع صلاتك يجب أن تخاف الله هل تفهمون ما أقوله؟ مخافة الرب تعني إن أردتم اختصار الكلام أن نحب الطاعة ونرتعد من كلمته ونتحمس لنطيع أن نطيعه وإن كنا غير فاهمين تعني أننا سنطيعه وإن كان الأمر بلا معنى حتى إن كان الأمر مؤلما حتى إن كنا لا نرى أن الأمر مفيد سنطيعه بالكامل هذه مخافة الرب إذن فإن إعلان مخافة الرب هو طاعة كلمته هذا هو إعلان مخافة الرب هل أريكم شيئا قاله بولوس لكنيسة فيليبي؟ حسنا كتب الرسول بولوس هنا ولكنني أذكركم أن الكتاب ليس له تفسير خاص هذا هو الله لأن كل الكتاب هو محمبي من الله اسمعوا هذا الكلام وكأن الله يتحدث إليكم إذن يا أحبائي لاحظوا أنه يرعوكم أحبائه إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة الخوف والرعدة يجعلانك تطيع الله وأنت لا تراه حين لا تشعروا بحضوره يطيع الناس الله حين يشعرون بحضوره لكن حين لا يشعرون بحضوره يسلكون مثل العالم ليست لديهم مخافة الرب لأن مخافة الرب تجعلك مطيعا تجعلك تستمر ملتصقا به حتى إن كان حضوره غائبا حتى إن كنت في وسط الصحراء مخافة الرب مهمة جدا إنها أساس كرسي القضاء إن كان لديك مخافة قوية للرب ستبلي حسنا هناك أرى أن ما تعلمناه من المحاضرة الأولى هو يتطلب الأمر كل من مخافة الرب ومحبة الرب لنثبت أمام كرسي القضاء لا يمكن أن تفصلهما لأنك إن لم تخف الله إذن أنت لا تعرف الله تحب شخصا سنعط له صورة كثيرون يحبون ليبرون جيمز لكن ربما يكون مختلفا عن ما تراه في التلفزيون يمكنك أن تصنع يسوع مختلفا عن الذي على العرش إن كنت لا تخافه لأن مخافته بداية معرفته كيف تحب شخصا لا تعرفه جيدا أنت تحب صورة الشخص وليس الشخص نفسه محبة الله ومخافته كلاهما يعطيانا الثقة أمام عرش قضاء المسيح لا أعرف عنكم لكن حين طلب الرب أن أعيد هذا قلت أشكرك يا رب لأني أتذكر كيف أثر هذا الكتاب فيي حين كتبته ليس كأي كتاب آخر عندما بدأت في الخوض في التجهيزات وإعادة القراءة والتصحيح في الكتاب أضفنا الكثير وحدثنا الكثير منه أفادني هذا جدا أمين مخافة الرب آمنة احتفظ بها اطلبها من الله كيف تحصل على روح مخافة الرب؟ قال يسوع اطلب من أبيك وهو سيعطيك الروح القدس اطلب منه روح مخافة الرب آمين نراكم المحاضرة القادمة مخافة الرب هي أساسنا وهذا الأساس كما يقول يسوع يحفظنا على الطريق الصحيح ليكون لنا ثقة في يوم الدينون لأننا أطعنا كلمته في مسيرة الشخصية أذكر عندما اكتشفت أمر مخافة الرب لأول مرة كنت أقرأ عنها في العهد الجديد وفي ليلة وعظت في اجتماع وقام الراعي وصحح كلامي لمدة 15 دقيقة هذا دمرني كانت كنيسة كبيرة ظننت أنني آذيت الكنيسة خرجت في اليوم التالي وصرخت إلى الله حرفيا أنا آسف يا رب لأنني آذيت الكنيسة لكنني شعرت برضى الله وليس غضب الله وهكذا وجدت نفسي أصرخ إلى الله طالبا أن يملأني بمخافة الرب اكتشفت بعد ذلك أنه أحد إعلانات الروح القدس إن كان يسوع قد قال أطلب من أبيك الروح القدس فسيعطيك روح مخافة الرب وهكذا سرخت في ذلك اليوم وتغيرت حياتي للأبد وأنا الآن قد رأيت الأمور بمنظور مختلف تماما إذ أصبح لدي مخافة الرب التبجيلية في حياتي تعلمون أن تلك الكنيسة لم يعد لها وجود اليوم سأقول لكم شيئا مخافة الرب تظل للأبد إنها طاهرة كخطوة عملية هذا الأسبوع أنا أشجعك اقرأ عن مخافة الرب في العهد الجديد اذهب إلى إشعياء 11 وانظر كيف كانت لذة يسوع ثم أصرخ إلى الله ليضع روحه القدس روح مخافة الرب على حياتك المحاضرة الرابعة من حياة دافعها الأبدية مستمتعون؟ إن كنتم قد استمتعتم بما سبق فبالتأكيد ستستمتعون بالمحاضرات القادمة لأنها أكثر امتاعا لكنني سأتجاوز الكثير من هذا الكتاب كنت أنهار الليلة الماضية وزوجتي الطيبة ليسا قالت لي يا جون لن يمكنك أن تعذ الكتاب كله في ست محاضرات فقلت معك حق لذلك سأتجاوز أمورا كثيرة مثل أجسادنا الممجدة وأين ستوضع السماء والجدول الزمني وحكم المسيح الألفي وكل هذه الأمور المذهلة لقد نقشت جيدا في الكتاب لذلك أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب جيدا لكنني أريد أن أتحدث عن السماء أريد أن آتي بكم إلى فقرتي المفضلة التي تصف السماء جيدا وهي عبرانيين 12-22 إلى 24 لقد رقمت الفقرة إنها هكذا بالنص تقريبا نسقت أشياء قليلة من الفقرة يقول عبرانيين 12 لكنكم جئتم إلى جبل صهيون قلوا صهيون ستسمعونها كثيرا إلى مدينة الله الحي القدس السماوية انظروا ماذا يوجد في مدينة الله جئتم إلى عشرات الآلاف من الملائكة عشرات الآلاف من الملائكة جئتم إلى جماعة من هم الجماعة؟ في رأي الشخصي هؤلاء هم قديس العهد القديم القادمون من حدن إبراهيم ثم هناك كنيسة الأبكار هؤلاء هم القديسون الذين مضوا لأخذ أجرتهم ثم لدينا الله بالطبع ثم لدينا أرواح أبرار مكملين سأتحدث عن هذا بعد قليل ثم لدينا يسوع ولدينا بالطبع الدم المرشوش الذي يكلمنا أفضل من هابيل من هم أرواح الأبرار المكملين؟ هذا عنا نحن ألا يقول لنا الكتاب فلنتقدم بجرأة إلى عرش نعمة الله؟ هذا ليس بعد أن تنتهي هذه الحياة بل هذا عنا الآن يمكنك أن تذهب إلى العرش كثيرا اذهب إليه قدر ما تريد الأبواب مفتوحة لك لأنك واحد من خاصته أليس هذا رائعا؟ إنه يتضمن ما هو أكثر من التقدم إلى العرش في الصلاة قال بولوس أعرف إنسانا في المسيح أصعد قبل أربعة عشر سنة إلى السماء الثالثة أأصعد في جسده أم خارج جسده؟ لا أعلم الله وحده يعلم تذكروا أنه سيكون لنا أجساد لن نكون كأرواح تطير على السحب سيكون لدينا أجساد أذرع وأياد سنكون مثل ما كان يسوع عندما كان يتفاعل مع تلاميذه بعد القيامة سنكون هكذا بالضبط لأنه عندما يظهر سنكون مثله بالضبط أليس هذا جيدا؟ أحد أصدقاء المقربين أعرفهم منذ سنوات قصيص عظيم كان في شرطة لوس أنجلس وليلة خدمته الأولى كانت في أكتوبر 79 عاد إلى بيته وإذا بالموت في كل مكان وكانت زوجته في ركن على السلم تبكي بشدة وجد أن ابنه ذا العشر سنوات كان يشاهد مباراة ليلة الاثنين ودون علمهما سحب التلفاز المتنقلة إلى حوض الاستحمام ومات قال صديقي أنا أعمل في قسم الشرطة إن وجدت ابنك هكذا كنت سأعلن موته واستدعي الطبيب الشرعي ولكنه بدأ يصلي وأخيرا وصل المصعفون ولمدة 45 دقيقة كان خط رسم القلب مستقيما لكن توم لم يستسلم استمر في الصلاة وأخيرا بعد 45 دقيقة قال يا رب أنا لا أملك موهبة الإيمان التي في كولينثس الأولى 14 أحتاج هذا الإيمان وقال إن شيئا خبطه في أعلى رأسه هنا بالضبط وعندها قال أنت ستعيش ولن تموت وفجأة بدأ صوت ضربات القلب بيب 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 أسرع إليه تغير لون جسمه حدثت أمور أخرى تمددت عيناه وأمور أخرى كثيرة أخذوه إلى المستشفى قال يا لها من معجزة لكن سحباه الأطباء إلى حجرة وقال له إن جابنك سيكون ذكاؤه صفرا لأنه حدث انهيار في جسمه كان هناك جزء من الكبد في القسطرة وما إلى ذلك لأنه حدث انهيار كامل لجسمه ظل ابنه في غيبوبة سبعة أشهر وبعد الصلاة والترنيم التعبدي فتح عينيه ونظر صديقي إليه وقال ما اسمك فقاله فقال وما اسمي وما رقم هاتفنا بدأ أتذكر كل شيء ثم صار الأول على مدرسته وتخرج في جامعة كاليفورنيا يوسي أل إي ثم درس اللاهوت لكن الأمر الشيق هو أنه حين عاد قال لأبي يا أبي عندما لمست تلفاز الماء ألا لم أشعر بأي شيء أمسك ملاك ذراع الأيمن وصحبني خارج جسدي ومشينا في نفق بسرعة ووقفت قدماي على طريق مصنوع من الذهب النقي قال كانت مدينة ضخمة وجميلة جدا وكان هناك بناء كبير يبنى وهناك استقبلني أناس ممن ماتوا من عائلتنا ومن أصدقائنا المؤمنين الذين كانوا يعرفون الرب حين لمست قدماي الطريق كان هناك حفيف وفجأة انقسم الجمهور وظهر يسوع وأخذني في جولة في السماء وقال أبي أنا رأيت منازل من منازلنا ولم تكن كاملة فسألت يسوع عنها فقال إن كل عمل طاعة لي يقوم به والدك يضيف جزءا إلى منزلهما ثم فتح يسوع ستارة بدت ليك ستارة وقال يجب أن تعود أبوك ينادي وقال ولكن دعوتك لتكون واعظا وهكذا عاد وهو الآن متزوج وله أولاد السماء مكان حقيقي كما أن الجحيم حقيقة إنه مكان حقيقي جدا من ذهب إلى هناك ممن أعرفهم يقولون إن هناك ألوانا لا نعرفها على الأرض يسعدني هذا لأن لدي مشكلة في الألوان على أي حال هناك زهور زهور ليس لدينا مثلها على الأرض يقولون حين تمشي على النجيل يظهر مرة أخرى كل شيء حي في السماء يمكنك أن تمشي تحت الماء في السماء سمعت أمورا مذهلة جدا من أصدقاء الذين ذهبوا إلى هناك ورجعوا أو ممن كتبوا عن ذلك وأنا أحب ذلك الموضوع لكن على أي حال نحتاج أن نتحدث عن أمر المنزل الذي يكمل وهذا ما أريد أن أركز عليه في باقي المحاضرة وسوف نسمي كرسية قضاء المسيح دينونة المؤمنين من الآن فصاعدا وسيكون هذا جيدا لنقرأ كورينسوس الثانية في كورينسوس الثانية خمسة ثمانية يقول بولوس وإننا لواثقون من هذا ونفضل أن نغادر أجسادنا ونذهب لنستقر عند الرب وأول ما أريد أن أشير إليه هو أنه بدون شك يتحدث بولوس إلى المؤمنين كيف عرفنا ذلك؟ لأنه عندما يخرج خاطئ من جسده يصبح في الجحيم كما رأينا في محاضراتنا الذين في علاقة حقيقية مع يسوع المسيح من خلال دمه ربا لهم هم فقط سيسكنون عند الرب إذن يتحدث بولوس هنا ليس عن الخطى بل عن المؤمنين حسنا في عدد تسعة قال ولهذا فإن طموحنا طموحنا تعني هدفنا سواء كنا حاضرين عنده أو متغربين عنه هو أن نرضيه كم أحب هذا أن نرضيه يذكرني هذا بقصة قديمة أكمل أديسون ثلاثين عاما وأنا فخور به أطفاله رائعون وهو أب رائع أفضل مني بكثير أذكر عندما كان في السابعة عشرة على ما أظن وكان الصغير تسع سنوات تقريبا وكان الأربعة وتعشرون ووضع الله في قلبي أن أقول لهم هذا هل تعلمون أنه لا يمكنكم أن تفعلوا أي شيء لتجعلوني أنا وأمكم نحبكم أكثر فقالوا حسناً فقلت ولا أن تفعلوا أي شيء لتجعلوني أنا وأمكم نحبكم أقل فقالوا واو هذا عظيم ثم نظرت إليهم وقلت لكنكم مسؤولون عن جعلنا راضين عنكم وجميعهم قالوا أوه لا يمكنك أن تفعل شيئاً ليحبك الله أكثر ولا أن تفعل شيئاً ليحبك الله أقل كابن له لكننا مسؤولون عن أن نجعله راضياً عننا لهذا قلبول استموحنا هو أن نرضيه لماذا؟ لماذا يجب أن نرضيه إذ وهي تعني لأن لأنه ينبغي أن نقف جميعاً عما نتحدث عن المؤمنين فقط أمام كرسي قضاء المسيح لكي نال كل واحد جزاء ما فعله وهو في هذا الجسد خيراً كان أم شراً أوه واو فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس هذا أمر ثقيل نحن كمؤمنين سنقف أمام كرسي قضاء المسيح والآن نظرتم إلى تعبير كرسي قضاء باليونانية فهي بيما ما معنى هذه الكلمة؟ منصة يصعدون إليها بدرجات ويكون علي كرسي ويستخدمها المسؤولون في مخاطبة الحشود غالباً في الأمور القضائية تذكر أن كتاب الكتاب المقدس يحاولون أن يعبروا عما يعلنه الله لهم بألفاظ يفهمها البشر كان الرومانيون يفعلون ذلك التعريف التالي كرسي قضائي في محكمة المدينة في الإمبراطورية الرومانية وهو المكان الذي حكم فيه بالفعل بيلاتوس على يسوع أريد أن أعود إلى ما سبق وأرجع القضاء لو تذكرون محاضرتنا الأولى هو قرار قولوا جميعاً قرار مع أمر أو ضده وهو ناتج عن فحص إذن الأحكام أو القرارات التي ستكون على المؤمنين عند كرسي القضاء ستكون أبدية أحكام أبدية قرارات أبدية أنتم معي؟ إذن حتى للمؤمنين ستكون أحكام ذلك الكرسي أبدية بمعنى آخر لن يكون هناك تغيرات ولا تبديلات ولا مراجعات ستستمر للأبد قال يعقوب هذا الكلام قال ما هي حياتكم؟ إنها بخار لو كان يعقوب حياً اليوم لا أعتقد أنه كان سيقول هذا بل كان سيقول ما هي حياتكم؟ إنها صفر لماذا؟ لأننا نعرف من الرياضيات البسيطة ما لم يكن يعقوب يعرفه وهو أن أي عدد يقسم على ما لا نهاية يساوي صفراً هذه رياضيات بسيطة إذن إن قسمت ثمانين على ما لا نهاية تحصل على صفر إن قسمت مائة وعشرين سنة ولنقل إنك ستعيش هذا العمر على ما لا نهاية تحصل على صفر ما يقصده هنا هو أن ما نفعله في الوقت الحالي الذي يساوي صفراً سيحدد كيف سنقضي أبديتنا إذن إليكم الحقيقة التي يجب أن نصل إليها ما نفعله بالصليب يحدد أين سنقضي الأبدية هناك سماء وجحيم لكن حياتنا كمؤمنين تحدد كيف نحن سنقضي الأبدية هل أنتم معي؟ اسمحوا لي أن أساعدكم في فهم الإثارة في هذا الموضوع لنفترض أني قلت لك طريقة حياتك في الأربعة وعشرين ساعة التالية ستحدد كيف ستقضي الألف عام التالية لنفترض أنك ستعيش ألف عام إذن سيارتك ومكان إقامتك وجيرانك وشكل بيتك ومن ستعمل معهم ووظيفتك لمدة ألف عام قادمة ستحددها حياتك خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية إذن كيف ستعيشها؟ هل ستعيشها بالاهتمام أم ستعيشها بهدف؟ ستعيشها بهدف أليس كذلك؟ لكن هذا لا شيء بالمقارنة بما نتحدث عنه لأن يوما واحدا إن قسم على العدد الأيام في ألف عام سنحصل على رقم إن قلت لك طريقة حياتك في الأربعة وعشرين ساعة التالية ستحدد كيف استقضي المليون عام التالية لا يمكننا تخيل مليون عام لأن آدم كان منذ ستة ألاف عام فقط وليس لدينا نقطة مرجعية لكن وظيفتك ومن تعمل معهم ومكان إقامتك وسيارتك وجيرانك والمنظر أمام بيتك كل هذا سيحدد بما ستفعله غدا لمدة مليون عام كيف ستعيش غدا؟ ستعيش مهدفا بشدة لكن هذا لا شيء مقارنة بما أتحدث عنه لأن يوما واحدا إن قسم على مليون عاما سينتج رقما محدودا ما نفعله في هذا الوقت يحدد كيف سنقضي الأبدية أنتم معي؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org هل لهذا السبب الرسول بولوس؟ قال لنا بإلحاح إن علينا أن نحصل على أكبر مكافأة يقول فاركدوا لتفوزوا كل متنافس يخضع نفسه للتدريب الصارم هذا لكي يفوز بإكليل فان أما نحن فسنفوز بإكليل لا يفنى ما أقرأه الآن هو كلمة الله قال نحن نعيش بطريقة لنحصل على أعلى مكافأة أو نقول المكافأة العظمى انظر ما كتبه يحنى في أيامه الأخيرة كان في التسعينات حين كتب هذا تعرفون أنه عندما يصل الناس إلى هذا العمر يحصلون على مسحة الأب يجب أن تسمع جيدا لأنهم يقولون الكثير يقول يحنى انتبهوا لأنفسكم لألا يضيع ما عملتم من أجله تذكروا أن بولوس يشبه هذا الوضع بمن هو غير مؤهل لألا أصير أنا نفسي غير مؤهل فيحنى يقول ما عملتم من أجله بل لكي تنالوا ثوابكم الكامل هنا يتحدث يحنى أيضا عن المكافأة لكنه قال ثوابكم الكامل ماذا يعني قوله ثوابكم الكامل إنه يقول مكافأة جزئية وهناك من لن يأخذ لم يقل عيش الحياة لتحصل على مكافأة جزئية لماذا لم يقل هذا لأن الله يريدك أن تحصل على مكافأة كاملة عندما كان أولادي صغارا كانوا يعيشون معنا وبعضهم مازالوا معنا وكم أحب هذا صحيح عليك إذن نحن عائلة إيطالية يسكن الأولاد معنا حتى تزوجوا عندما كان أولادنا صغارا أتذكر هذا الأمر أتذكر هذا بوضوح شديد نظرت وقلت لهم يا شباب أنا أريد أن أكافأكم لكن كآب صالح لن أكافأكم إلا إن فعلتم ما يستحق المكافأة لماذا؟ لأني إن كافأت ابني بدون أن يستحق هذا أكون لغيت الحافز من يعرف أن الحافز جيد نفس الوضع مع أبينا لهذا يصين من خلال هؤلاء أركض بهدف عش بطريقة تحصل بها على المكافأة الكاملة وليس الجزئية لماذا؟ لأنه إن انتقلنا إلى ما كتبه الرسول بولوس إلى كنيسة كورنثوس وهذا كلام مليء بالمنافع قال بولوس وأنتم بناء الله قولوا بناء الله سنناقش هذا لاحقا وأنتم بناء الله حسب نعمة الله المعطات لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا يقول إنه بناء وآخرين يبنون آخرون سيبنون عليه وسنتحدث عن هذا الأمر لاحقا فلينتبه كل واحد كيف يبني عليه إذ لا يقدر أحد أن يضع أساسا آخر غير ذاك الذي وضع أصلا أي يسوع المسيح هو الأساس وحجر الزاوية يكمل بولوس ويقول ولكن إن كان أحد يبني يتحدث عن أي مؤمن هنا فإن كان أحد يبني على ذلك الأساس مستخدما ذهبا أو فضة أو حجارة كريمة أشياء خالدة أو خشبا أو تبنا أو قشا وقتية يقول بولوس أمامك خيار إما أن تبني أمور أبدية أو وقتية أتفهمونني؟ الذين يعرفونني شخصيا يعرفون أنني أحب أن أأخذ إجازة لماذا؟ أفعل هذا عمدا إذ أعرف ما يقوله الله عن قيمة السبت بمعنى آخر حين تستريح استرح جيدا حين تلعب إلعب جيدا نحن نفعل كل شيء لمجد الله يمكنك أن تبني حياتك للجسد فقط للأمور الوقتية أو أن تبنيها للأمور الأبدية إن كنت رجل أعمال يمكنك أن ترى عملك طريقة لبناء ملكوت الله أو تراه طريقة لكسب مال كثير لترتاح ما من مستور إلا وسيعلن دافعك سيعلن أوه سمعت تلك الآه لنكمل القراءة فسيظهر ذلك اليوم بالنار وستبين النار قيمة عمل كل واحد النار تنقذ ذهب والفضة والحجارة الكريمة أما الخشب أو التبن أو القش فتفنيهم وستبين النار قيمة عمل كل واحد ستبين القيمة الأبدية حسنا فإذا صمد ما بناه الإنسان يكافأ قلوا يكافأ مكافأة كاملة وإذا احترق عمله يخسر أما هو نفسه فسيخلص لكنه سيكون كمن هرب من نار في ترجمة أخرى بالكاد ستخلص لا يريد الله أن تخلص هكذا بل يريد أن يكافأك يقول كما قلت لأولادي لأني أريد أن أعطيكم أجرا كاملا هل تشعرون بما في قلبه يقول أن تبني أريد أن أكافأك لا أريد أن يحترق عملك كأمريكيين نعد للتقاعد وهذا ليس غباء يقول الكتاب إن الرجل الصالح يعد ميراثا لأبنائي ولأحفادي هل تتخيل حين تتقاعد يغلق البنك وفي نفس ذلك اليوم تتعطل سوق الأسهم وفي نفس يوم تقاعدك هذا يفلص الضمان الاجتماعي ولا يستطيع أن يدفع شيئا لا نتخيل ذلك إذ لدينا برنامج حكومي يكفلنا لكن هذا هو الوصف الذي يستخدمه الله من خلال رسول بولس ليصف كيف سيدخل بعض المؤمنين الأبدية سيخلصون لكنهم سيخلصون كمن هرب من نار لهذا السبب يجب أن نعيش مهدفين لهذا السبب ينصحنا يحنى ومن آخر الكلمات التي قالها عيشوا بطريقة تجعلكم تنال ثوابكم الكامل أسمعوني آمين آمين لن تمتحن كلماتنا وأعمالنا فقط بل أفكارنا ودوافعنا ونياتنا أيضا انظروا إلى كرونسس الثانية 15 في ترجمة أخرى إذ ينبغي أن نقف جميعا على حقيقتنا وليس كما يرانا الناس أمام كرسي قضاء المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما فعله خيرا كان أم شرا مع مراعاة أهدافه ودوافعه وما حققه وما كان مشغولا به وما وهب نفسه له وما اهتم أن ينجزه كلمات قوية جدا قال يسوع في لوقة ثمانية الذي أريتكم إياه في المحادرة السابقة لأنه ما من مخفي أيد وفعنا إلا وسيظهر وما من سر إلا وسينكشف ويأتي إلى النور لهذا من المهم جدا أن يسمع المؤمنون جيدا وأن يتحذروا لأنفسهم ويخبئوا كلمة الله في قلوبهم تريد أن تعرف لماذا هذا مهم لأنه يقول في عبرانين أربعة فكلمة الله حية وفعالة إنها تخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح وبين المفاصل والنخاع وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره لهذا أقول لكم إنني أحب قضاء الوقت مع كلمة الله لأنها تغير وتحلل وتحكم وتفضح الأفكار الخاطئة لكي تكون دوافع جيدة وأنا أبدأ يوما جديدا أنصحك أن تخصص وقتا كل صباحا لكلمة الله لكي تفعل هذا معك فتعيش يومك بدوافع صحيحة وأفكار ونيات صحيحة أتتابعونني؟ لأن الكتاب يقول إن لم نحكم على أنفسنا سيحكم علينا قول أمين لهذا إذن الحكم لن يترك شيئا كل شيء سيعلن لذلك يقول بولوس عن كرسي القضاء مخافة الرب ماهيبة سيحدث فحص كامل لدوافعنا ونياتنا وأفكارنا وكلماتنا وأعمالنا لذلك يقول لنا بطرس وأنا أحب هذا جدا لهذا أيها الإخوة اجتهدوا قولوا اجتهدوا في إظهار أن الله دعاكم واختاركم لأنكم إن كنتم تفعلون هذه الأمور فلن تتعثروا أبدا وستلقون ترحابا كريما قولوا ترحابا لدى دخولكم الملكوت الأبدي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح الترحاب الكريم هو نعما أيها العبد الصالح والأمين سأختم برؤية رأيت في هذه الرؤية جيوش السماء تمشي في السماء كان المنظر يشبه الرومان عندما يعودون من انتصار على أرض أو مدينة كانوا يعودون بغنائم تلك المدينة ويمشون في شوارع روما ويكون القيصر جالسا هناك على قاعدة عالية أمامها سلم فيحضرون إليه غنائم تلك المدينة حسنا ما رأيته في الرؤية كان نفس الشيء جيوش السماء تسير في زمن الرومان كان كل سكان روما يهتفون ويهللون بينما يحضر الجنود الغنائم للقيصر رأيت أناسا على جانبي الطريق ورأيت جنودا يحضرون ليسوع مالكنا غنائمه وقال للرب هل تريد أن تكون واحدا من الذين على جانبي الطريق سيقضون الأبدية مع يسوع أم من الجنود الذين يحضرون غنائمي قلت أريد أن أكون من الجنود أريد لكل واحد منكم أن يكون من الجنود نركم في المحاضرة القادمة أريد أن أضيف شيئا بسيطا في الختام حسنا هناك مجموعة من الكهنة في سفر حسقيال مجموعة تدعى كهنة صادوق وأخرى تدعى الكهنة الذين لم يعيشوا في طاعة كاملة لله من كل القلب بل كانوا يتمثلون بالعالم في حسقيال أصح 43 و 44 ستجد الله يقرب أبناء صادوق منه يقول الله أنا مكافأتهم أما الباقين فكان عليهم أن يحرصوا ما في الهيكل فكروا في السماء فكروا في الأبدية هل تريد أن تحكم مع يسوع؟ هل تريد أن تكون ضمن أولئك الذين مع الحمل أينما ذهب؟ هل تتخيل أن تكون معه في محضره بالقرب منه بجانبه وتحكم معه إلى أبد الآبدين؟ هذا حافز جيد هذا حافز لنعيش حياة هادفة سأقول لك ما هي خطوتك العملية؟ افتح كلمة الله اعرف ماذا تقول لك كلمة الله لا تسمح للآخرين أن يؤثروا على قراراتك بل اسمح لكلمة الله أن تساعدك لتحيا حياة دافعها الأبدية مرحبا بكم في المحاضرة الخامسة عندما كلمني له لأكتب هذا الكتاب كنت سائرا في ملعب الجولف حوالي الساعة الخامسة صباحا وقال للرب يا جون أريدك أن تكتب كتابا عن كرسي القضاء وبصدق أجبته قائلا يا رب لقد وعظت حوالي عشرين دقيقة فقط طوال حياتي عن كرسي القضاء كيف يمكن أن أكتب فصلا واحدا؟ وتعرفون أن الله لا يحب أن يجيب على مثل هذا الكلام فقلت حسنا أعتقد أنني يجب أن أكتب هكذا كتبته أحضرت كل ما استطعت أن أجده من آيات عن الأبدية والموجزاء والدينون والعقاب من ثمانية ترجمات مختلفة ووضعتها في مذكرة بهذا السمك جلست أتأمل في تلك الآيات لمدة شهر بأكمله وهذا ما توصلت إليه في دينونة المؤمنين سنحاسب نحن المؤمنين على أمرين أساسيين الأمر الأول هو اشتراكنا في بناء ملكوت الله الأمر الثاني الذي سنحاسب عليه كيف بنينا حياة الأفراد هذا يتضمن حياتنا نحن بالطبع ما أعنيه بحياتنا نحن هو كيف تجاوبنا مع كلمة الله في حياتنا الشخصية سأتحدث عن هذا في المحاضرة القادمة ما أريد أن أركز عليه في هذه المحاضرة هو اشتراكنا في بناء ملكوت الله هل لاحظت وجود كلمة بناء في كلا الجملتين؟ هذا لأنه كما قلت في المحاضرة الرابعة يسمين الكتاب بنائين هل تذكرون كورينثوس الأولى أصح ثلاثة؟ يجب أن يتحذر كل واحد كيف يبني يقول كتاب المزامير إن لم يكن الله هو باني البيت فكل تعب البنائين بلا فائدة من هذا نفهم أن روح الله هو الذي يمكنه أن يساعدنا لكي نفعل أي شيء له قيمة أبدي هذا يستحق أن تقول أمين إن ما يعمله شخص في ثمانين عاما لا يمكن أن يفوق ما يعمله شخص في خمس دقائق بروح الله لهذا قال الله لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي كل مرة أقرأ كتابي أقول أيها الروح القدس أريدك أنت عندما حضرت هذه المحاضرات قلت يا رب أنا أريدك أعظ منذ ثلاثين عاما لكنني أقول أحتاج مساعدتك أيها الروح القدس من المهم أن تتذكروا هذا إليكم آية أخرى الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية يشبهنا الله هنا بالبنائين سأذهب الآن إلى كورينثوس الأولى ثلاثة تسعة وهذا أمر مذهل نحن شريكان في خدمة الله وأنتم حقل الله وبناؤه ثلاثة جمل بارزة الأولى أنتم شركاء في خدمة الله سأذكر هذا لحقا الثانية أنتم حقل الله لن أتحدث عن هذا لكنه في الكتاب والثالثة أنتم بناء الله لاحظوا هذا قال بولوس أنتم بناء الله أي بناء يقصد حسنا لدي إعلان وهو إعلان مضحك يبني الله لنفسه بيتا من تصميمه وهو متحمس له جدا أتذكر عندما كان لي أنا وليزة امتياز بناء منزل من تصميمنا كان ذلك في أوائل التسعينيات كنا نعيش أنا وليزة وأعتقد كان معنا أديسون فقط وقتها كنا نعيش في منزل صغير تابع لجهاز المدينة وأحد كبار البنائين في أورلاندو بفلوريدا فائز بجوائز كان قد تأثر جدا بكتاب فخ إبليس رأاني في إحدى عروض المنازل لأن ليزة تحب أن تشاهد المنازل وتحلم وقال جون بيفير سمعنا من يصرخ باسمي فخ إبليس فقلت حسنا فقال أريد أن أبني لك بيتا لله فقلت بيتا لله ما معنى هذا فقال لن أكسب قرشا فقلنا عجبا وبعد يومين أتى إلى منزلنا هذا التابع للجهاز ووضع ورقة بيضاء على الطاولة ارسم منزل أحلامكما فنظرنا إلى بعضنا لأننا اعتدنا على منازل الجهاز فلا يمكن تغيير هذا أو ذاك فقلنا حقا وبدأت لي إذا تعمل أعتقد أنني رسمت المكتبة والجراج وهي أكملت وأرسلت تلك الشخبطة التي في الورقة إلى مصممين فأصبحت مخططة وعندما بدأوا في بناء المنزل كنا أنا وليزا نذهب إلى مكان العمل كل يوم كنا متحمسين جدا ونحن نرى ما كنا نحلم به يقف أمام أعيننا هذا شعور الله لبيته لقد صمم بيته منذ تأسيس العالم إنه يأتي إلى مكان العمل كل يوم ليراقب ما يحدث لكن الله فعل شيئا لم نفعله أنا وليزا لقد وضع عسما على بيته ليتنا فكرنا في هذا مثل ذلك الشخص الذي يعيش في واشنطن لقد سمى بيته البيت الأبيض والمرأة التي في إنجلترا أطلقت على بيتها باكينج هام ونيكولاس كيج أطلق على منزل فراير بارك أطلق الله اسما على بيته ما هو اسم بيت الله؟ صهيون قولوا صهيون حسنا ننظر إلى هذا يقول هذا لأن الله اختار صهيون فهناك يريد مسكنه هذا مكان راحتي مسكني إلى الأبد لأنني اخترته هل ترون مشاعره تجاه بيته؟ وكأنه يقول صممت هذا البيت منذ زمن أنا متحمس لأكمله عندما تكون بناء بيوت وتبني بيتا من تصميمك ما أول شيء تبدأ به؟ قولها الأساس يقول إشعياء أضع في صهيون حجر أساس قولوا حجر أساس هذا هو بيته الذي صممه حجرا قويا حجر زاوية ثمينا وأساسا متينا من هو؟ يسوع هو أساس بيت الله وحجر زاويته لكن تذكروا قال البيت هو نحن إن كان يسوع جزءا من مادة بناء ذلك البيت هذا يعني أننا جزء من مادة بناء البيت ماذا يقول الكتاب؟ انظروا إلى بطرس الأولى يسوع المسيح هو الحجر الحي ثمين لدى الله فإذ تقتربون منه كونوا أنتم أي نحن أيضا حجارة حية لبناء هيكل روحي أليس هذا شيقا؟ نحن جزء من مادة بناء سوف يسكن الله فيه للأبد إن نظرتم إلى ما يقوله بولوس إلى أهل أفسس سترون وأنتم بناء هل تفهمون هذا؟ مبني على أساس الرسل والأنبياء أما حجر الزاوية فهو المسيح يسوع نفسه وهو الذي يجعل البناء متماسكا معا ليرتفع ويصبح هيكلا مقدسا للرب هذا شيق حسنا ماذا قال بولوس أيضا؟ ليس فقط إننا مواد البناء بل إننا أيضا شركاء الله في العمل هل أعطيكم تعبيرا مناسبا أكثر؟ نحن مقاولون من الباطن والآن ما معنى مقاولين من الباطن؟ إنهم عاملوا الكهرباء والسباك والنقاش والنجار إنهم البناءون الحقيقيون إن أردت أن تعرف الحقيقة عندما بنى بوب بيتنا لم يدق فيه مصمارا واحدا لم يضع قالب طوب واحد بل العمال هم من بنوا البيت إذن من سيكون رئيس العمال في بناء بيت الله؟ من سيكون قائد العمال؟ سيكون يسوع غلاطي أربع أربع عندما جاء الوقت المناسب أرسل الله ابنه قال يسوع أنجزت العمل الذي كلفتني به كم شخص منكم يعرف أن تنظيم مواعيد عمل العمال أمر مهم جدا إن أحضرت النقاش قبل عامل الكهرباء تحدث مشكلة كبيرة لقد نظم الله مواعيد عمل العمال جيدا في بناء بيته لأن يسوع هو رئيسهم لهذا يقول الكتاب إن يسوع أتى في الوقت المناسب أترون هذا؟ قال يسوع قد أنجزت العمل قولوا العمل مرة أخرى أريدكم أن تتذكروا هذه الكلمة لأنها مهمة قد أنجزت العمل الذي كلفتني به تعرفون؟ قال رسول بولوس نفس الكلام تذكرون حين قال بولوس هذا قال أنهيت السباق كيف يمكنك أنت أن تقول أنهيت سباقي؟ الطريقة الوحيدة التي تقولها هي أن تعرف المسار هل رقد أحد منكم في سباق من قبل؟ ففي السباق المتسابقون لهم خريطة للمسار إن كنت لا تعرف هذا المسار ماذا سيحدث؟ ستبدأ الجري وتستمر تجري وتجري حتى تقع ولكنك لن تنهي السباق يجب أن تعرف المسار لكي تنهي السباق قال بولوس أنهيت السباق لأنه كان يعرف المسار قال يسوع أنجزت العمل هناك الكثيرون يقولون هذا يسوع ولد عارفا ماذا ينبغي أن يفعل ليس عذرا لقد أخلى نفسه وأتى إلى هذه الأرض كابن الإنسان قال يسوع في يحنى خمسة أعمل إرادة الذي أرسلني كان عليه أن يسعى إلى إرادة الآب مثلنا والآن ماذا عنا كوننا مقاولين من الباطن مع الله ماذا يقول الكتاب عنا في أفاسس 2 فنحن عمل يدي الله الذي خلقنا في المسيح يسوع للسلوك كل سلوك في أعمال صالحة قل أعمال أعدها لنا مقدما لاحظوا أنه لم يقل خلقنا على أمل السلوك في تلك الأعمال الصالحة بل للسلوك في الأعمال الصالحة والآن لاحظوا أعد الله عملنا كمقاولين مقدما منذ متى أعده نعرف أنه أعده على الأقل قبل أن نولد لأن ننظر ماذا كتب داود في مضمور 139 رأيتني قبل أن أولد انظروا إلى هذا وفي سفرك كلها كتبت هناك كتاب مكتوب عن حياتك الرئيس أوباما ليس الوحيد الذي كتبت سيرة حياته هناك كتاب مكتوب عن حياتك يا جوناثن أليس هذا مذهلا حقا؟ والله هو الذي كتب هذا الكتاب وكتبه قبل أن تولد انظروا ماذا يقول في ترجمة أخرى كل لحظة دوا انتهى قبل أن يمر يوم واحد لننظر إلى الجزء الكتابي كله مرة أخرى رأيتني قبل أن أولد كل يوم من حياتي سجل في كتاب وليس كل يوم فقط بل كل لحظة إن فتحتم كل كتب حياتنا وذهبتم إلى صفحة معينة ستجدون كلاما عن اجتماعنا الآن ستجد كلاما عنك وأنت تشاهد يقول الله أنا أراهم كلهم لقد كتبت كل شيء هنا فمثلا جوناثن سيكون هنا وترافيس سيكون هنا لقد كتب كل شيء عنه قبل أن نولد أليس هذا مذهلا؟ لقد دون كل لحظة قبل أن يمر يوم واحد سأعطيكم آيات تؤكد هذا لو تذكرون قال الله للنبي إرمي هذه الكلمات قبل أن أشكلك في الرحم عرفتك وقبل خروجك من بطن أمك خصصتك لخدمتي ويأتي هذا مرة أخرى في كلمات بولوس ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي المشكلة الكبيرة التي أجدها في كل سفرياتي وفي كل معاملاتي مع الناس في الكنائس خاصة مع رجال الأعمال والتجار وأمهات الأطفال هي أن هناك فكرة في هذه الكنيسة تقول إن القساوس والمعلمين وقارة العبادة وقدام الكنيسة فقط هم من لديهم دعوة ليخدموا لا هذه كذبة إن كنت مولودا من جديد وحتى إن كنت حديث الإيمان كل إنسان لديه دعوة من الله على حياته وهي أن نكون مقاولين في بناء بيت الله الذي صممه أليس هذا مذهلا؟ لذا لا أريدك أن تقول أنا لدي وظيفة لا 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 لقد وضع الله يده على حياتك لتبني بيته الذي صممه أمين؟ هل يمكن أن تقول أمين؟ إذن لقد وضع الله هذه الخطة قبل أن نولد وكتبها في كتاب عن حياتنا إذن هناك كتاب اسمه أليك بيفير كتب الله فيه كل حياة أليك السؤال الآن هو وسأخرج أليك من المعادلة الآن هل سنتمم ما كتبه في كتابه؟ حسناً إن نظرتم إلى كتاب الجامعة هذا مذهل تتحدث هذه الآية في كتاب الجامعة عن سيادة الله قلوا جميعاً سيادة الله علمت أن أي شيء يفعله الله سوف يدوم ما من أحد يزيد عليه أو ينقص منه فعل الله هذا لكي يهبه البشر ماذا يقول؟ يقول الله أنا صممت بيتي منذ البداية ولن يوقف أحد تتميمه بيتي سوف يكتمل هذه سيادة لكن في العدد التالي يتحدث عن إرادة الحرة انظر ماذا يقول ما كان أي ما نحن فيه الآن فمن القدم هو تذكروا أننا جميع الجالسين هنا معاً الآن إن قرئت كتبنا ستجد اجتماعنا ما كان فمن القدم هو في فكر الله وما سوف يكون أي مستقبلنا فمن القدم كان كتب الله ذلك في كتاب قبل أن تبدأ أيامنا لكن ذروا إلى هذا والله يطلب ما قد مضى بمعنى هل تممنا ما قد كتبه لحياتنا أم ذهبنا في طريق آخر اخترناه ما فهمته من ذلك هو أنه عند كرسي القضاء بالنظر إلى ما دعينا لنفعله اسمعوني جيداً أرجوكم بالنظر إلى دعوتنا لن نحاسب على ما فعلناه بل سوف نحاسب على ما دعينا لنفعله هل تتابعونني؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة أقولها مجدداً طالما تذهب دعوتنا إلى كرسي قضاء المؤمنين لن نحاسب على ما فعلناه بل على ما دعينا لنفعله كم تبدو الدهشة على وجوهكم سأعطيكم مثالاً يمكن أن يقول يسوع عند كرسي القضاء شيئاً كهذا أيها القص أندرسون تقدم وأعطي حساب وكالتك يمكن أن ترى ذلك الرجل آتياً وهو ينظر حوله خائفاً ومصدوماً ويقول القص أندرسون ألا تقصد المحاسب أندرسون؟ لقد كنت محاسباً يا يسوع كان هناك أناس يعملون في شركتي وقد ساعدنا خدمات كثيرة في سجلاتهم المالية القص أندرسون أين الثلاثمائة وستة وستين ألف ومائة وثمانية وسبعين الذين دعوتك لتربحهم في آسيا؟ أنا أنا لم أذهب إلى آسيا أبداً يا يسوع كنت كنت محاسباً كنا نساعد الخدمة والخدمة كانت توصلها لآسيا كل ما فعله الرجل سيحترق بالنار ثم يمكن أن يحدث شيء كهذا السيد جونز سمسار العقارات تقدم للأمام وأعطي حساب وكالتك ربما ترى ذلك الرجل يتقدم مصدوماً وخائفاً وينظر حوله قائلاً بالتأكيد يقصد شخصاً آخر ويقول يسوع جونز أعطي حسابك لتك فيقول ألا تقصد قصة جونز؟ أنا قص كنيسة بأثمانمائة شخص وهذا لثلاثين عاماً دعوتك لتكون سمسار عقارات ولتكون نوراً في سوق الأعمال كان سيوجد معك وسيطان تجاريان في شركتك وكان سيبشران مليون وماء وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعين شخصاً لكن لأنك لم تفعل هذا لم تبشرهم كلفت شخصاً آخر بالعمل وأردتك أن تكون قائل الخدامي في تلك الكنيسة ذات الألف عضو كنت ستكافأ على الاثنى عشر ألف وستمائة وثمانية وسبعين نفساً الذين كانت الكنيسة ستؤثر فيهم لكن الآن كل شيء احترق بالنظر إلى دعوتك لهذا أقول لفريقنا دائماً وأقول أكثر داريل سيتذكر وفيكي كذلك كل نفس نلمسها أنا وليزا كل نفس يلمسها آديسون أو يلمسها مات كل نفس ستكافأون عليها مكافأة كاملة وكأنكم كنتم معنا لذلك من المهم جداً أن تكون في المكان الذي دعاك الله إليه لكن إن حاولت أن تفعل ما تريده هل تفهمون هذا؟ ربما يحدث هذا الأخت جونز تقدمي أعطي حساب وكالتك فتتقدم المرأة وتقول يا يسوع لقد كتبت كتاباً وأقمت العديد من مؤتمرات المرأة أين الثلاثة أطفال الذين دعوتك لتربيهم اشتراكك في دائرة الحديث جعلك تهملين أولادك الخمسة ملايين وماء وثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعين نفساً الذين كانوا سيؤثرون فيهم كنت ستكافأين عليهم لكن كل شيء نحترق لن نحاسب على ما فعلناه بل على ما دعينا لنفعله لدي قصص كثيرة عن هذا الأمر من أشهرها قصة أثرت فيي وشددتني وهي عن أحد أصدقاء المقربين الذي يرعى كنيسة في كارولاين الشمالية لديهم حوالي أربعة آلاف شخص كنا مقربين جداً وقتها لسنوات كان يخدم في مجلسنا اتصل بي مرة وقال جون يجب أن تسمع ما حدث في الكنيسة قلت ماذا حدث؟ قال كان هناك رجل يحضر كنيستي منذ ستة أشهر كان دائماً مظهره مميزاً وملابسه أنيقة وكان شعره رمادياً وتلك الكنيسة رائعة لاحظت أن أعظ فيها أنه يخلص فيها حوالي 100 إلى 120 شخصاً كل أسبوع حسناً قال كنت أشاهد الدموع تجري على وجنتي بعض الناس للخلاص وقال لكن يا جون لقد شعرت أنها ليست دموع الفرح بل الحزن قال لكن الروح القدس نبهني كنت سأذهب ليتحدث معه لكن الروح منعني وبعد ستة أشهر أتى ذلك الشخص إلى واحد من القساوس المساعدين وقال في عام أعتقد أنه في الثمانينيات كلمني الله في الصلاة لأنشئ كنيسة هنا في كارولاين الشمالية في مدينة فيتفيل وقال حلمت بها ورأيت مبنى الكنيسة التي يجب أن أبنيها كان الأمر جد حقيقي فذهبت إلى مهندس وسألته إن كان يقدر أن يقوم بالتنفيذ الفني وبدأت الكنيسة ووجهت الكثير من المعارضات وفي النهاية أغلقتها لم تكن تتقدم أبدا أريد أن أقول لكم شيئاً عندما يقول لك الله أمراً انظر إلى بولوس لقد حاول مرتين أن يذهب إلى مكانين مختلفين ثم حلم حلم الرجل المكدوني وعندما صلى لأول شخص في مكدونية لكي يطيع الله قبد عليه وألقي في السجن وهناك سبح الله وانفتح السجن عندما يكون الأمر الذي يطلبه منك الله صعباً هذا لا يعني أنه ليس الله قال إنه واجه مشاكل وقال أغلقت الكنيسة وبدأت أسافر وأعظ واستمر هذا سنوات قليلة وفشلت واتجهت للأعمال ثم بدأ يفرد رسماً هندسياً قال هذا الرسم نفذه فنان في الثمانينات بناء على حلمي وفتحه إذا هو نفس المبنى الذي بناه القص سؤال بالضبط قال لي حتماً كنت اختيار الله الأول لبناء الكنيسة كنت أعظ عن هذا في مؤتمر وكان مدير مكتبنا حاضراً وكان مؤتمراً فيه حوالي عشرين ألف شخص وأذكر أنه جاء إلي وقال لي أتى إلي قص في الردهة بعد أن وعدت عن هذه الرسالة وكان القص متضايقاً وقال للقص هل يؤمن الواعد بما وعد عنه اليوم؟ فقال مدير مكتبي نعم يؤمن به بالطبع لا يمكن أن يكون مؤمناً به فرد مدير مكتبي بالتأكيد يؤمن لماذا أنت متضايق؟ فقال القص حين كنت صغيراً كلم الله قلبي وأكد أنني مدعو لأخدم في الفلبين لكنني بنيت هذه الكنيسة ورعيتها ثلاثين عاماً فرد مدير مكتبي وقال وماذا سنفعل؟ بعد مرور عام واحد سمعنا أن ذلك القص قد سلم الكنيسة للمسؤولين فيها وأنه الآن في الفلبين يخدم ويقضي أروع وقت في حياته أظن أن إحدى أبلغ القصص التي توضح أننا كلنا مدعوون لنبني ملكوت الله في العام الماضي دعيت إلى العشاء مع مدرب بالعسكرية البحرية كان قد قضى مع البحرية 17 عاماً أنا أحترم البحرية كثيراً فجلسنا معاً وأدركت أنه كان يريد التحدث معي فقلت حسناً ما هي قصتك؟ فبدأ يفتح قلبه ويحكي لي قصته تسمرت أمام قصة ذلك الرجل لمدة ساعتين لم أقل شيئاً تقريباً شاركني كيف كان في مدرسة لدراسة الكتاب ثم في أحد برامج التدريب اتهم بالزنا مع فتاة من الكنيسة قال جون أنا لم أفعل هذا أخذوا مني أوراق اعتمادي وتردوني ففقدت ثلاث سنوات من حياتي وتدمرت لم تكن علاقتي بالله جيدة ولكنها أصبحت جيدة لأنني بدأت أصر وقال بينما كنت أصر قال للرب أنا لم أدعوك للخدمة بل للتجنيد قال فذهبت للبحرية أولاً للجيش ثم للقوات الجوية ثم للغواصات ثم للبحرية كانت القوات البحرية آخر شيء قال مسؤول البحرية جرب كل الطرق ليجند أناساً ولم يجد ثم سحب ضابط التجنيد قائمة أخرى بيأس وبدأ يقرأ تلك الأمور الخاصة ثم وصل إلى كلمة العسكرية وقال هذا ما يجب أن أفعله قال قفز روح الله فيه هذا ما يجب أن أفعله قال أنت لا تريد أن تفعل هذا 0.01 بالماء فقط من الرجال ينجحون كل من في ذلك المكتب فشل في برنامج الصفوة قال لا يهمني ما لم يكن يعرفه هو أنه لا يعرف السباحة ولكي تتعقد الأمور أكثر وهو طفل صغير أجرى عمليات كثيرة لأن قناة أذنيه كانت ضيقة ووضعوا له أنابيب لذلك إن اقترب الماء من إحدى أذنيه كان يتألم جداً قال ياجون صليت وعلمت نفس السباحة بألم شديد وأخيراً بعد أشهر من الصلاة نزلت إلى عمغ قدمين لا ألم خمسة أقدام لا ألم ثم أدركت أن أذني شفيت وتقدم ثلاث مرات لامتحان التخرج من البرنامج فحدثت ثلاثة كوارث مختلفة حدثت كوارث لا تصدق وحكى لي مثلاً عندما اتصل هاتفه بوالديه وهو مغلق ولم يكن فيه أرقام مبرمجة أثناء الخدمة عندما كانوا في دراسة كتاب وبدأ في الصلاة إذ سمع إطلاق النار بدأ يحكي لي قصصاً جعلت الشعر الذي على ذراعي يقف وفي نهاية العشاء نظرت إلي وقلت له أنا في محضر رجل من رجال الله لم يكن يعظ مثلنا يا براندون لم يكن يعظ مثلنا لم يكن يعظ مثلنا يا القص مارك لكنه أحد أعظم رجال الله الذين كان لي امتياز قضاء وقت معهم إنه في مكانه الصحيح كمقاول يبني بيت الله الخاص هل قلتم آمين؟ حسناً خلال عشرين عاماً من السفر حسناً هم في الواقع خمسة وعشرين عاماً رأيت رعاة كباراً كان يجب أن يكونوا مساعدين رأيت رجال أعمال كان يجب أن يكونوا في الخدمة رأيت رعاة كان يجب أن يكونوا في سوق الأعمال نظرت إلى راع وقلت له أنت لم تدعى للخدمة أنا متأكد أن الله دعاك لسوق الأعمال اتصل ذلك القص به بعد عام وقال إنه لم يعد في الخدمة وإنه في السوق يقضي أروع أوقات حياته هذا لأننا نضغط على الناس مرة اتصلت بشخص يملك شركة شحن كان يعطي الملايين للملكوت لكنه شعر أنه لا يخدم الله جيداً فباع الشركة وبدأ يخدم ولم يكلمني من وقتها هذا منذ أكثر من عشرين عاماً أريد فقط أن أتأكد أن كل شخص يعرف أن الله قد دعاه دعوة فريدة عندما يدخل عامل الكهرباء لا يرى الصورة كاملة لكن إدخال الكهرباء إلى ذلك المنزل أمر معقد الله دعانا جميعاً لنفعل هذا لكن المذهل هو أن ذلك البيت الذي صممه ويبنيه الله ستأتي الأمم إلى ذلك البيت وتراه ستأتي وتتعبد للرب في السماء الجديدة والأرض الجديدة والأروع عندما نستطيع أن نقدم ما قمنا به تخيلوا معي أن هناك سباك عمل في الجناح الغربي من البيت الأبيض هل تتخيل فرحته عندما يدخل ابنه البيت ويقول له أبي سنذهب في رحلة إلى البيت الأبيض هل أقدر أن آتي معكم؟ تتخيلون فرحة ابنه عندما يقول الأطفال هو من عمل السباكة في البيت الأبيض كم وكم في بيت الله لأنه ذات يوم سينهار البيت الأبيض ذات يوم سينهار بيتي وبيتك لأن الأرض كلها ستحترق بالنار كما يقول الكتاب وسيصنع الله سماء جديدة وأرضا جديدة وذلك المبنى الذي كنا نعمل فيه لذلك يقول يسوع لا تعمل من أجل الطعام الذي يفسد بل من أجل الطعام الذي يدوم سنري كل الشعوب ونقول لهم هذا هو الجزء الذي عملته في هذا البناء بيته هو مدينة لكن هذا هو الجزء الذي بنيته في المدينة أتفهمون؟ أتحبون هذا؟ حسناً قلوا جميعاً نحن مقاولون نبني بيت الله نراكم لحقاً الآن ربما تفكر بعد هذه المحاضرة كيف أعرف ما دعيت له سأقول لك مكتوب في عبرانين 11-6 إن الله يكافئ من يطلبونه بالإيمان لم يقل الله يكافئ من يطلبونه بإهمال وبشك لكن هذه خطوتك العملية أطلب الله بجد بالإيمان ثانياً يقول مزمور 92 يزهر أولئك المزرعون في ساحة بيت الله إلهنا عندما تزرع بذرة تفاح لا تحصل على شجرة خوخ عندما تزرع في كنيسة محلية ستزهر لتصبح ما أراده الله لك وثالث أمر هو لا ترتبك بسبب العلاقات أو الاحتياج للأمان أو نقص المال هذه الأمور ستخنق ما أراده الله لك أشجعك أن تطلب الله بجد وتأكد أنك مزروع في كنيسة محلية وشاهد حياتك وهي تزهر إلى ما صممك الله وخلقك لتكون عليه وتفعله مرحباً في المحاضرة السادسة إنها الأخيرة أريد أن أستمر وأنتم؟ حسناً أريد أن أبدأ بآية رائعة بالنسبة للمؤمنين ما هما الأمران اللذان سنحاسب عليهم الأول اشتراكنا في بناء البنكوت الثاني كيف نبني حياة الأفراد دعوني أريكم هذا إنه يخص كل الأمرين للزارع والساقي لهما هدف واحد ألا تحبون العمل الجماعي؟ عندما بدأت الخدمة منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم يكن لدينا مفهوم أن نكون أعضاء في الفريق لكن لدينا الآن وأنا أحب كوني جزءاً من فريق أحب فريقنا في ميسنجر انترناشنال أحب كل الشركاء في الفريق شركاء الصلاة وشركاء الدعم المادي للزارع والساقي لاثنان لهم هدف واحد وسينال كل منهما مكافأته حسب ثمري عمله هذه جملة رائعة في كلمة الله هل يمكنكم أن تقولوا أمين؟ كيف نعمل؟ رمي 12 عدد 6 يقول فلكل واحد منا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله جميعنا لدينا مواهب مختلفة هذه المواهب تساعدنا لنتمم دعوتنا التي وضعنا الله فيها لنبني بيته كان لدي امتياز بناء بيت أذكر حين كنت أشاهد العمال يدخلون؟ كم كنت مذهولا عندما دخل النجارون وبدأوا يصنعون صورة درج وشاهدت مهارتهم في استخدام الخشب قلت عجبا الروحيات أيضا نفس الشيء أعطانا الله إمكانيات مختلفة لنقدر أن نبني بيته الذي صممه بنفسه ليتنا نتمسك بإمكانياتنا أتعس شخص في الكنيسة هو الشخص الذي يحاول أن يعمل بموهبة شخص آخر أسعد إنسان هو من لا يعمل ذلك بل هو يعمل بموهبته هو حسنا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله المفتحان هنا هما النعمة والموهبة نعمة تعني كارس الكثيرون يفهمون النعمة على أنها غفران الخطايا عطية مجانية وفيها الخلاص وهذا صحيح ماءة بالماء لكن كارس تعني أيضا أن الله يعطينا القدرة على فعل ما لا يمكن أن نفعله نحن بقدرتنا الشخصية تذكروا أن بولوس قال عملت أكثر من باقي الرسل جميعا رغم أني لم أكن أنا العامل بل نعمة الله عملت فيي يقول إن النعمة مكنته ليستطيع أن يعمل أكثر إذن الكلمة الثانية هي موهبة إن أخذت كارس وأضفت إلي حرفي الأم والإي ستصبح كارزما هذه هي الموهبة الخاصة التي وضعتها نعمة الله فينا لتمكننا من تتميم ما خلقنا من أجله إحدى كارزماتي هي الكتابة لأكون صريحا لم أكن كاتبا جيدا قبل أن يتكلم الله إلي هذه كلمات نعمته تذكروا أن بولوس قال أترككم في رعاية الله وكلمة نعمته حين قال الله أريدك أن تكتب كانت الكتابة الإبداعية في اللغة الإنجليزية أسوأ مادة بالنسبة لي قابلت شخصا واحدا درجته أقل مني في اللغة الإنجليزية وقال لله اكتب تلك الكلمة كانت الكارزما التي أعطتني القدرة على الكتابة والآن وبعد 19 كتابا 10 ملايين نسخة في أنحاء العالم بأكثر من 73 لغة أقول بصدق أنني نلت موهبة الكتابة إحدى المواهب التي لا أملكها هي الترنيم عندما أرنم يصرخ أفراد عائلتي ويلقون أشياء علي ابني يضحك علي وموهبة الرقص يضحكون علي حين أحاول أن أرقص يقولون أنت لا تلتزم بالإيقاع هذا ليس من الكارزمات التي أعطيت لي فلكل واحد منا موهبة مختلفة معطاة لنا بسبب نعمة الله فليستخدمها في بناء بيت الله بطرس الأولى 14 يقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة عن كارزمة لم يقل كل قصيس لم يقل كل خادم بل كل واحد إن كنت مولودا من جديد ومملوءا بالروح لديك موهبة أو مواهب في حياتك إنها إمكانية الله التي تفعل بها ما لا يمكنك فعله بإمكانياتك هللويا يخدم بها بعضكم بعضا الله لا يحب أن تخفي مواهبك مانع استخدام مواهبك هو الخوف يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين هذه كلمة مهمة الوكيل هو شخص يدير ما يملكه شخص آخر موهبة الله فيك ليست إمكانياتك بل إمكانياته وكلك عليها لنقول أنني أعطيتك من شاري الكهربائي هذا من شاري أنا وقلت سأسافر لستة أشهر يمكنك أن تستخدمه يمكنك أن تدخل حديقتي وتدمر كل الشجر فيصبح مجرد جذور وتصبح حديقتي بشعة صدقني سوف أحسبك عندما أعود أو يمكنك أن تقول سأهذب كل الشجر وسأزيل كل الفروع الزائدة فأعود وأقول عجبا رغم أنه كان من شاري كان يمكنك أن تستخدمه كما تريد ووهب الناس مواهب مختلفة التواصل والترنيم وهناك من دعي ليقود الملايين لمحضر الله لكنهم استخدموا مواهبهم لصالح هوليوود ولتحقيق أرقام قياسية سيحترق عليكم أن تختاروا كيف تستخدمون هذه الموهبة هل ستبنون الملكوت أم حياتكم الشخصية أمورا أبدية أم أمورا وقتية يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة إله المتنوعة هناك مواهب مختلفة كثيرة في الكنيسة وإحدى البركات التي أنالها من سفري حول العالم هي أنني أرأ كل المواهب المختلفة إنها رائعة إن نظرت إلى المنظر العام تندهش مما وهباه الله للناس وتتعجب منه أذكر أول مرة وعظت فيها بعد زواجنا أنا وليزا وكانت بالصف الأول كانت نائمة نامت بعد خمس دقائق من بداية عذتي وصديقتها الجالسة بجوارها كانت نائمة أعمق منها لم تكن لدي القدرة على الوعظ لكن عندما قال الله لي أريدك أن تذهب وتكون راعيا للشباب في أرلندو بفلوريدا أتذكر أول مرة تحدثت فيها كانت الجماهير منبهرة وكانت زوجتي تقول أرجوك يا جون لا تحرجنا لا تحرجنا وقمت وكان الجميع مواقفين يسرقون ويهتفون ثم عدت المايكروفون إلى الراعي وجلست بجانب ليسا وكنت أرتعش نظرت إلي وقالت من الذي لبس جسد زوجي؟ أتت تلك الموهبة وأعطتني القدرة على فعل ما دعيت لأفعله أتفهمون هذا؟ والآن أريدكم أن تنظروا إلى كورينثوس الأولى ثم يسأل في الوكلاء وهذا هو المطلب الوحيد للوكيل لكي يوجد الإنسان أمينا هذا مذهل قال الله أعطيتكم هذه المواهب والطلب الوحيد أن تكونوا أمناء قلوا أمناء فعلت هذا مع قارة الخدمة في أرجاء المدينة لكن دعوني أركز على كلمة أمين قلت أعطوني تعريفات لكلمة أمين لإقتصر الوقت ولأن أعضاء من فريقي هنا يعرفون الإجابات سأعطيكم معظم الإجابات التي حصلت عليها مخلص يعتمد عليه وفي جدير بالثقة مكرس صادق هذه أغلب الإجابات التي حصلت عليها من قادة الخدمة في أرجاء أمريكا عندما تحدثت معهم هذا هو تعريف الأمانة الذي لم أسمعه أبدا وهو التضاعف دعوني أذكركم بمثل الوزنات ومثل الأمناء تذكرون أنه كان هناك رجل أعطى وكلاءه خمسة وزنات ووزنتين ووزنة أنا أرى أنها كانت مواهب أي كاريزمات سافر في رحلة طويلة ثم عاد وماذا فعل ذو الخمسة وزنات عامل وضعف عددها وعندما عاد الرجل أعطاه عشرة وذو الوزنتين ضعفهما أيضا وأعطى الرجل أربع وزنات هل تعلم أن الرجلين كفئة بالمثل؟ أحسنت؟ أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا لاحظ أن يسوع يعرف الأمانة من جانب واحد لم يقل أنه يمكن الاعتماد عليه أو جدير بالثقة قال فقط إنه ضعف كنت أمينا في القليل لذلك سأوكلك على الكثير ادخل وشارك في فرح سيدك هذه هي نفس الآية لمن جعل الخمسة عشر ومن جعل الاثنين أربعة أتتابعون؟ لكن الآخر ذهب وخبأ وزنته موهبته قال لسيده قد كنت خائفا منك الخوف سيمنع استخدام موهبتك أتفهمون؟ قد كنت خائفا منك فهو لم يفهم شخصية سيده قال أعرف أنك رجل قاس الله ليس قاسيا أتمازحني؟ إنه أب يشجعنا هيا 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 أنا معك أنا لست ضدك أنا معك سوف تكون رائعا إنه أكثر الأشخاص تفاؤلا في حياتك الله هل أنت معي؟ حسنا ثم نظر السيد إلى ذلك الرجل وقال له أنت عبد شرير وكسول ثم قال فخذوا منه الوزن وأعطوها للذي له العشر الذي كان معه خمسة جعلهم عشرة وأصبحوا إحدى عشر أما هذا فلا شيء ذات يوم قال الله لي تلاحظوا أنني لست اشتراكيا أنا أميل إلى الرأس مالية في التفكير الاشتراكي سيعطي ثلاثة للجميع فيصبح لدى الاثنين الأمينين ستة والكسلان له ثلاثة ثم يأخذوا واحدة من كل من الذين معهما ستة ليجعلهم خمسة ويعطي الأخير الاثنين فيتساووا الله ليس اشتراكيا إنه رأس مالي في طريقة تفكيره أنا أعظ جيدا ما هي الوصية الأولى التي أعطاها لنا؟ أثمروا واكثروا لم يكن يقصد فقط الأطفال بل كان يقصد أي شيء أعطيه لكم أعدوه لي متضاعفا ابن بيتي يا أبنائي هل فهمتم؟ وأنا سأقودكم وأرشدكم في عملكم كيف سنضاعف الأشياء؟ إحدى الطرق التي يمكننا أن نضاعف بها وهي إحدى الطرق وليست أهمها هي من خلال العطاء قولوا عطاء أريدكم أن تسمعوا ما قاله يسوع قال يسوع اكسبوا أصدقاء لكم بثرواتكم الدنيوية فعندما تنفذ ثرواتكم أي عندما نترك الأرض أصدقاءكم الذين سنعطموهم بثرواتكم يرحبون بكم في المنازل الأبدية بمعنى آخر يقولوا استخدموا مواردكم وحولوها إلى أهداف الملكوت لأنه عندما تحولوا الموارد العالمية إلى أهداف الملكوت فأنت قد جعلت مواردك تدوم إلى الأبد لأنه إن نظرت إلى كورنسوس الثانية تسعة تجده يقول ويوزع بسخاء أي يضع موارده في الملكوت ويعطي المساكين وتذكر ليس المساكين مالياً بل المحتاجين لله وبره إلى الأبد يبقى بمعنى آخر عندما يحول إمكانياته إلى أهداف الملكوت ويفيد آخرين عمله سيبقى إلى الأبد إن رأيت رجلاً من رجال الأعمال إنهم يعملون بجد ويربحون أموالاً يقولون سأحتفظ بهذا المال وسأفيد أولادي وزوجتي سأحكي لكم قصة حقيقية الجميع يعرفون أنني أحب الجولف إنه أمر مشهور أحد شركائنا علم أنني سأعظ في دريم سنتر في لوس أنجلس فقال جون ستكون قريبة من ريفييرا هل تحب أن تلعب؟ فقلت نعم بالطبع فذهبت ولعبت في ريفييرا كان يوماً رائعاً حسناً أدخلت الكراتة بدربات قليلة وتفوقت على الزملاء كنت رائعاً يمكنك أن تفهم هذا إن كنت تعرف الجولف إذن ونحن في طريق العودة إلى الفندق قال جون ألا أسألك سؤالاً قال عمري قارب الخمسين بنيت عملاً يساوي تسعة ملايين زوجتي وأولادي بأمان لماذا أتعب نفسي في عمري الخمسين وأبني عملاً يساوي خمسة وثلاثين مليوناً قلت هذا سؤال جيد لكن دعني أجاوب بهذا الافتراض لنفترض أنني قلت لك كتبت ما يكفي من الكتب وزوجتي وأولادي بأمان أنا في الخمسينات لماذا أتعب نفسي وأكتب المزيد أو أسافر لأعظ المزيد من الناس فنظر إلي وقال هذا سيء لن أحب أن أكون مكانك عندما تقف أمام يسوع قلت أنت قلت نفس الشيء بعينه المشكلة بالنسبة لك هي أنك منفصل عن دعوتك دعوتي أنا دعوة مباشرة أنت منفصل عن دعوتك أنت لم تدرك أن الله وضعك في السوق ليس فقط لتكون نورا براقا مشرقا بل لتحضر موارد لنستطيع أن نستمر في الخدمة فقال عجبا اتصلت به بعد ستة أشهر قلت سكوت كيف حالك؟ فقال لي ما قلته لي ظل يطاردني طوال الوقت وهنا أبذل جاهدي لأبني عملا يساوي 35 مليون ليساهم في الخدمة هذا ما نحاول أن نقوله كل واحد منكم مدعو ليبني بيت الله وهناك أيضا أمر أتناوله في الكتاب وهو يتحدث عن العطاء كم؟ الشراكة أمر مهم يقول بولوس عندما تعطي لخدمة تكون شريكا كل شركاء ميسنجر انترناشنال كل واحد ساعدنا في الوصول إلى الناس حول العالم سيكافأ على كل نفس تخلص قال داود سيكون نصيب الرجل الذي بقي عند المؤن نفس نصيب الرجل الذي حارب سيكون جزء من الفريق أنا أنظر إلى أعضاء الفريق الذين هنا شركاء الدعم المادي منذ سنوات ستكافأ على كل نفس نصل إليها أنا وليزا وباقي أعضاء فريق ميسنجر انترناشنال هذا أمر عظيم وهو موجود في رسالة فيليبي في الأصحاح الرابع وقرأوا هذا في الكتاب الطريقة الثانية للمضاعفة هي الخدمة قولوا خدمة أتعرفون؟ أحد أعضاء مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الإدارة في كنيسته المحافظ هكبي هو في كنيسته يعمل في ساحة انتظار السيارات أل سمعتم هذا؟ إنه يرشد السيارات إلى ساحة الانتظار لأنه يقول لي دعوة عندما بدأت أحضر الكنيسة كان يعمل في الكافيتيريا ثم انتقل إلى ساحة الانتظار لا تسيء فهمي لقد دعي ليكون في الساحة السياسية لأمريكا لكنه أدرك أنه دعي أيضا ليخدم في كنيسته وأنا دعيت للخدمة لذلك ها هو يشرق بنوره في أنحاء البلاد لكنه أيضا يفهم مدى أهمية الخدمة أتفهمون؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر ظهر cloudlibrary.org أتفهمون؟ حسناً كما قلت من قبل أنا أؤمن بشدة أن من يخدمون في الإرساليات يكافؤون على كل نفس تلمس لن أنسى خادماً عظيماً اليوم كان يخدم مع أورل روبرتز عندما كان أورل روبرتز يقيم تلك الاجتماعات الضخمة وهو كان يخدم في الفريق وذات ليلة كان يقف خلف الستارة يفكر أستطيع أن أفعل هذا أستطيع أن أقف وأعظ وقال له الروح القدس إن كنت هناك الآن تعظ الناس لن تكافأ ولا على نفس واحدة لكن لأنك تفعل ما طلبت منك أن تفعله تقف هنا وتقوم بخدمتك في الفريق كل شخص سيربح لي الليلة ستكافأ عليه أبدياً أرأيتم أهمية الخدمة؟ أتتابعون؟ من المهم جداً أن نخدم معاً ككنيسة لأنه حتى إن نظرتم إلى بطرس تجدونه هو الذي يعظ دائماً كان الرسل يقومون بكل العمل في البداية ثم نجد أن المؤمنين يقولون نحن من المفترض أن نخدم أيضاً لأنه مكتوب كانوا يخدمون في كل بيت لكن بعد ذلك في أصح ستة تجدهم بدأوا يعينون أشخاصاً ليقدموا للأرامل الطعام كان منهم في لوبوس وإستفانوس وضعوا عليهم الأياد وعينوهم لإطعام الأرامل لأن الرسل قالوا سنكرس أنفسنا للصلاة والخدمة يقول الكتاب وتكاثر عدد التلاميذ بشكل كبير اسمعوا هذا إن ربحت عشرة ألاف شخص للرب كل شهر واستمريت على هذا سأحتاج خمسين ألف عام لأربح كل العالم على اعتبار أن لا أحد سيولد أو يموت لكن إن ربح شخصان اثنين نحصل على أربعة وكل من الأربعة يربح اثنين سنحتاج فقط ثلاثة سنين فاصل ستة الحالة الأولى تدعى الإضافة والثانية تدعى التضاعف العظيم هذا ما يحدث عندما نكون في أماكننا في الخدمة وقد وضع الله هذا في سفر الأعمال قصداً لكي نرى أهمية مكاننا في الخدمة لا أحد يراك الكتاب يقول وأعضاؤنا التي لا نريد إبرازها هي التي نولها تماماً أعظم لماذا نعتبر منبر أهم؟ لماذا؟ لماذا نعتبر منبر أهم؟ لأنه جزء مرئي هل تعلم أن الله قال وأعضاؤنا التي لا نريد إبرازها هي التي نوليها تماماً أعظم؟ لذا يجب أن نجدد أذهاننا فيما يخص هذا الأمر الطريقة الثالثة هي الصلاة لدينا شركاء صلاة في ميسنجر انترناشنال هذا قيم جداً بالنسبة لي عندما أقول لفريقي أنا ذاهب إلى مكان ما أحتاج أن تصل لا تتخيل مدى شعوري بالراحة والسلام لأنهم يعرفون كيف يصلون أحب أن يأتي إلي شخص ويقول أنا أصلي من أجلك كل يوم أحياناً يكونوا كلاماً سطحياً وأحياناً أقول لهم أنا أصدقك وهم من أقيم وأثمن الناس في حياتي حقاً لأنه يمكن أن يكون لديك كل مال الدنيا لكن بدون الصلاة انسى الأمر آخر ما أريد أن أكلمكم عنه لأن الوقت يداهمنا هو كيف نبني حياة الأفراد أولاً لنبني حياتنا هل ننمو؟ هل أنت تنمو في الرب؟ عندما تسير مع شخص أحكم منك تنمو عندما تسير مع الله تنمو تصبح أكثر نطجاً وحكمة أظن أن داود كان من هذا النوع كان داود يعيش في الكهوف في الصحاري وأخيراً أحضر له الله بعض الناس كان هؤلاء الناس هم كل مستاء ومهان ومديون هؤلاء هم من أحضرهم الله لداود لكن الرائع في الأمر أنه أثر عليهم لم يؤثرهم عليه وأصبحوا من أكثر الرجال شهرة في ذلك الجيل لأنهم كانوا مع رجل حكيم هل تتخيل ما يحدث للناس عندما نسير مع يسوع عندما نسير مع روحه نصبح أكثر حكمة يمكنك دائماً أن تميز من يسير مع يسوع إن كان يزداد تقوى يزداد تواضعاً تزداد رؤيته تزداد شفقته إن كان قد فقد اشتعاله فهو لا يسير مع يسوع مسيرة يومية فأنت تقضي وقتاً في محضره هذا عن النفس فماذا عن التأثير على الآخرين إما سنكافأ أو سنخسر حسب تأثيرنا في حياة الآخرين هذا لا ينتج عن خدمتنا فقط بل حياتنا اليومية مهمة كذلك أسلوب حياتنا ومعاملتنا للآخرين رأينا في الآخرين يتحكم في معاملتنا لهم إما بناء أو هدام إن كنا نراهم أقل سنعاملهم كذلك سنستخف باحتياجاتهم ونتحدث معهم باستعلاء إن قدرنا الأفراد سنسعى لبنائهم ولتقوية حياتهم بقلب محب إن رأيناهم كموارد سنستغلهم خاصة إن كنا نعتبر احتياجاتنا ورغباتنا أهم منهم إن نظرنا للشخص على أنه مخلوق على صورة الله وله قيمة كبيرة وغال سنريد أن نبارك الآخرين حتى وإن بدأ أن هذا سيكون على حسابنا كيف نتعامل مع النوادل في المطاعم ومع بائع الخضروات كيف نتعامل مع أعضاء فريقنا لا أتحدث عن القائد فقط بل عن معاملة أعضاء الفريق لبعضهم هل نعملهم جيدا نعملهم باحترام في غياب القائد كيف نتعامل مع زوجاتنا ومع أولادنا أيضا كل هذه الأمور تهم الله جدا هناك مرأة كتبت كتابا اسم الكتاب إنترام يوروس اسم المرأة ريبيكا روتر سبرينجر وكان هذا الكتاب من أكثر الكتب إقبالا على القراءة في المسيحية لكن أخو زوجها هو من أخذها في جولة في السماء يوضح ذلك الكتاب كيف أن علاقاتنا هنا على الأرض تتعزز أكثر في السماء لن نقول من أنت بل نعرف بعضنا ستظل لدينا عائلات وستكون علاقاتنا أقرب في السماء وكم أحب هذا هذا يعني أن أليك واريسن وأوستن وأردن سيكونون مقربين إلي سأكون مقربا إليكم جميعا وسافر حول العالم لذلك سيكون لدي الكثير من الأصدقاء في السماء على أي حال قال هذا قال في الكتاب هذا ما قاله لها أخو زوجها قال إن أدركنا ونحن في الجسد أننا نبني لأبديتنا كل يوم كم ستختلف حياتنا من جوانب كثيرة كل كلمة لطيفة وفكر نبيل وعمل غير أنني سيكون عمودا له جمال أبدي في الحياة القادمة قابلت صديقي مايك في روكويل انترناشنال كنت مهندسا وكان هو محاسبا وأصبحنا أصدقاء مقربين جدا كان مايك يعمل في الضرائب وكان يعمل ضرائب مجانا وأصبحنا مقربين ثم ذات يوم انترك روكويل وأنا ذهبت للخدمة وهو فتح شركة محاسبة كان عملاء شركته حوالي 12 ألفا كما سمعت مؤخرا اتصلت بمايك وقلت له كم من هؤلاء العملاء يكلمته بكلمة الله قال 90% قلت إذن فقد بشرت أكثر من 10 ألاف عميل قال بالطبع كثير من الرعاة لم يفعلوا هذا قلت قدت كم شخصا إلى الرب فقال مئات قال الأسبوع الماضي دخل رجل من كوبا وشفي تماما من السرطان لقد صلينا فقط ونحن نراجع ضرائبه حسنا كان مايك يتحدث معي دائما عن رجل يدعى تشارلي قد أثر في حياته كثيرا وكتبت ابنته مقالة بعنوان أعظم رجل لم أقابله يدعى تشارلي قلت يا مايك حدثني عن تشارلي فبدأ مايك يبكي كان يبكي بحرارة وقال جون ستة من أعمامي وعماتي التسعة وضعوا في مسحات عقلية والدتي وضعت في مسحة عقلية وجدي قتل رميا بالرصاص كان هذا مصيري أيضا لم تستطع أمي أن تعولني لأن مشاكلنا كانت كثيرا جدا فأعطتني إلى عائلة بواب في مصنع الورق وقد كان اسمه تشارلي وتشارلي لسبع سنوات علمه عن يسوع وأتى به إلى الكنيسة كل أحد وكان يدربه في طرق الله وكان بوابا في مصنع الورق حكى لي مايك كيف كان سينتهي به الحال في مسحة عقلية أو مقتولا لكن بسبب ما فعله تشارلي انظر إلى حياتي فبدأت أفكر تأثير تشارلي على مايك جعل مايك يؤثر في عشرة ألاف عميل كلمهم بكلمة الله ثم تأثير مايك العميق على حياتي كم مليون سمح لله أن أوصل إليه من الإنجيل هل تفهمون كم شخصا تأثر بسبب تشارلي بواب مصنع الورق لهذا السبب التأثير الشخصي أمر مهم سأختم بقصة واقعية القصة عن رجلين الأول يدعى ماكس جوكس كم واحدا سمع عنه ربما إن كنتم قرأتم الكتاب والثاني كان يدعى جوناثن أدواردز كم واحدا منكم سمع عن جوناثن أدواردز أحد أعظم الوعاظ في تاريخ أمريكا ماكس جوكس كان ملحدا وعاش بعيدا عن الله تزوج بفتاة غير مؤمنة ومن هذا الزواج خرج ثلاثمائة وعشر شحاذين ومائة وخمسين مجرمين وسبعة قتلة ومائة سكير وأكثر من نصف النساء كن عاهرات ذريته الخمسمائة وأربعين كلفت الدولة مليون فاصل خمسة وعشرين دولارا وقتها كان هذا مبلغا كبيرا لكن شكرا للرب على الآخر هناك سجل للرجل الأمريكي تقي يدعى جوناثن أدواردز عاش في نفس زمن ماكس جوكس تزوج فتاة صالحة تم إجراء بحث عن ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعين من ذريته ثلاثة عشر أصبحوا رؤساء جامعات وخمسة وستين أستاذا وثلاثة في مجلس الشيوخ ثلاثين قاض ومائة واعد ومرسل ستين مؤلفا بارزا نائب رئيس لأمريكا وثمانين موظفين عموميين ومائتين وخمسة وتسعين خريج جامعات ومحافظون لولايات وخدام في دول أجنبية ذريته لم تكلف الدولة من ليما واحدا إذن هل تفهمون أهمية التأثير الشخصي؟ أكبر تأثير لنا على حياة شخص هو قيادته اليسوع مكتوب في سفر الأمثال في الأصحي الحادي عشر عدد ثلاثين ثمر الرجل البار مثل شجرة تعطي الحياة والذي ينقذ الناس بهذا الثمر حكيم كصياد للناس يجمعهم ويربحهم للأبدية دعوني أقول لكم أمامنا فرصة لنبني بيت الله سواء بطريقة مباشرة من خلال الخدمة أو من خلال تأثيرنا كأفراد على الآخرين أعتقد أن أمامنا فرصة رائعة أعتقد أنكم حكماء جدا إذ حضرتم هذه المحاضرات وقرأتم الكتاب لكي تستطيعوا أن تسيروا الروح القدس فتبنوا بيت الله فأعمال البر والأمور التي تعملونها لله بقوة الروح القدس سيبقى تأثيرها إلى آباد آباد الآبدين دعونا نستمتعوا ببناء الملكوت ما نريد أن نؤكد عليه في هذه المحاضرة أولاً أنت مدعو لتصنع فرقاً مهماً في هذه الحياة أعطاك الله مواهب أمامك الخيار لتستخدم هذه المواهب إما للملكوت أو تستخدمها لبناء حياتك الشخصية واحدة ستحترق الثانية ستكافأ عليها أبدياً طالما تأثيرك الشخصي سارياً تذكر أن الناس لهم قيمة مجرد المعاملة اللطيفة ستستمر لأسابيع لكن يجب أن تقدر الرجال والنساء في قلبك وتصلي كن عملياً صلي ليعطيك الله أن تشعر بقيمة الناس مثله تذكر لقد مات من أجل هؤلاء الناس ليعطيك الله هذا التقدير هذا الإكرام في قلبك كما هو في قلبه لهم لذلك أريد أن أصلي من أجلك هنا في ختام هذه المحاضرات أبانا في اسم يسوع أشكرك على إخوتي وأخواتي الذين يشاهدونني نأتي إلى عرشك معاً يا أبانا السماوي أطلب أن تتأسس حياتهم تأسيساً ثابتاً على كلمة الله الأبدية أصلي أن تعطيهم القوة ليكونوا مطيعين لك أبانا أذكرك أنك وعدتنا أن تعمل فينا لكي نريد ونعمل لمسرتك لذلك أطلب منك أن تفعل هذا مع إخوتي وأصلي أن يمنحوا المكافأة الكاملة وليس الجزئية أصلي في اسم يسوع أطلب لكم القوة للطاعة أطلب أن تكونوا هادفين وأطلب أن تشتعل في قلوبكم محبة الله وأطلب أن تشتعل في قلوبكم مخافة الله أطلب أن يحل عليكم حضور الله الحي وكما قوى روح الله الحي يسوع ليتمم مهمته وأنا أصلي أن يقويكم لتتمموا مهمتكم على هذه الأرض باسم يسوع نصلي آمين أحبكم كثيرا وقد كان شرفا أن أشارككم بحياة دافعها الأبدية ترجمة نانسي قنقر